يسوع انهيدني يا يسوع انهيدني يا يسوع موشته لعملك فيه موحتش للمسة قوية موشته لعملك فيه موحتش للمسة قوية انهيدني يا يسوع انهيدني يا يسوع بحبك العجيب الهي بقلبي عزائي المشاهدين برحب بيكم في القاء خاص جدا النهاردة على شاشة الفضايا الارمية نفسي ارحب بضيف العزيز الاسيس الدكتور سامح موريس راعي الكنيسة الانجلاب أسر الدبارة أهلا بيك معانا يا اسيس سامح أول مرة تبقى معانا على شاشة الارمية نفسي رحب بيه ترحيب خاص لأنه الاسيس سامح من شخصيات اللي عملت فرق في حياتي من وانا صغير من أيام الجامعة ومازال بيعمل فرق في حياتي حتى وانا اسيس ليه دور كبير قوي قوي في الخدمة بتاعتي وفي حياتي الروحية عموما وليه تأثير في حياة ناس كتير جدا آلاف عرفوا المسيح عن طريقه والتلمزه وكبره عن طريقه أنا برحب بيك اسيس سامح معانا النهاردة في لقاء خاص جدا وأنا متأكد فيه ناس كتير بتتفرج علينا ومشتاقة ومستنية للوقت دواني الاسيس سامح على فكرة بس جي من أربع ساعات وجاي من المطار على طول على الشاشة القرمية فإحنا عزرينك وعارفين أنك تعبان لكن نفسنا نقعد معاك أطول وقت ممكن أهلا وسهلا ده شرف كبير لي أن يكون معاكم نهاردة أسيس سامح قلنا زيارتك لنورث أمريكا أو لتورونتو بالتحديد ليه؟ المؤتمر اللي حيكون مؤتمر الصلاة العام لكل التواقف اللي حيكون في تورونتو من 24 ل 26 الجمعة والسبت والحد اللي جايين أفتكر حدث كبير يستهل أكتر من أن أنا آجي أنا مؤمن بقوة الصلاة وحلمي أن المؤتمر ده نرجع نحس به المكتوب في سفر الأعمال أنهم رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الرب الصلاة اللي فيها وحدة القلب بتزعزع السماء وبتفتح الأبواب وبتغير الواقع اللي احنا بنعيش فيه وشو قلب إن المؤتمر ده يرجع الكنيسة بالذات العربية وغير العربية على ركبها بتستخدم قوة الصلاة لتغيير العالم اللي هي بتعيش فيه أمين إحنا عندنا توقعات كتير وانتظارات كتير إن الأيام دي نختبر الحضور الإلهي الحضور الإلهي هو اللي هيعمل فرق في حياة الكنيسة وفي حياة المؤمنين وإحنا مشتقين جدا لوجودك معنا مبسطين لوجودك معنا في المؤتمر ده عزيزي المشاهد أحب أفكرك إن المؤتمر من 24 إلى 26 في كنيسة بي فيو بلين والإعلان هينزل بعد شوية على شاشة الأرمية أسيس سامح كنا بنتكلم وإحنا جايين في السكة فيه على قلبك رسالة والرسالة دي حطتها في حلقات ويمكن مش عايز أقول خبر التلاتين سنة لكن تلاتين سنة كان ربنا بيعدك وبتاخد الخلاصة بتاعت التلاتين سنة دي وبتحاول تقول رسالة للناس الأيام دي من خلال مدرسة المسيح والعنوان اللي اخترنا للحلقة النهاردة التلميذ والحق أنا نفسي أسمع منك عن الموضوع ده الحقيقة لما بنقرأ بالذات في سفر أعمال الرسل بنكتشف إن كلمة تلميذ اللي جات في الأناجيل اللقب اللي أعطى المسيح للتلاميذ إنهم تلاميذ لمعلم إن اللقب ده ما كانش يخص الاثناشر فقط اللي تحولوا بالوقت بقوا رسل المسيح وكتاب الأناجيل لكن بنلاقي إن ده اللقب اللي لازم كل المؤمنين فالذين أمنوا بالمسيح اتسموا مؤمنين اتسموا أدباع الرب اتسموا في إنطاكيا لأول مرة مسيحيين لكن اللقب المميز بالذات في الأصحاط الأولى لغاية أصحاح 13 تلاميذ 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 مثلا في أعمال أصحاح بالذات 9 حاجة غريبة جدا الكلمة دي جات كم مرة شاول كان لم يزل ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرمز فالكنيسة كان اسمها تلاميذ كان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا فحنانيا اللي هو خادم سمى الكتاب برضو تلميذ وبعدين بنشوف بعد كده على طول لما آمن شاول كان شاول مع التلاميذ وبعدين بنشوف مرة تانية فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه وبعدين يلتصق بالتلاميذ كلمة اتكررت بشكل هائل قوي وكأن الكتاب عايز يقول أكتر حاجة مهمة في حياة المؤمن اللي قبل الرب أن يكون تلميذ للمسيح تلميذ للحق وعش كده ربطنا الفكرة دية بالبرنامج اللي سمناه مدرسة المسيح أن الكنيسة ترجع تاني تاخد اللقب ده لنفسها وتصدقه وتعيشه لأن من خلال أني ببقى تلميذ بتعلم الحقيقة بتعلم الحق والحق ليه تأثير هائل في حياتنا كمؤمنين كتلميذ يعني اللقب ده أنا عارف أنه لقب مميز عن ألقاب أخرى لنا في الكتاب في علاقتنا بالقاب وفي علاقتنا بالروح الكدس بس ليه أنت مركز على اللقب ده أكتر وسميت حتى المدرسة مدرسة المسيح كتلميذ ليه ركست على اللقب ده أكتر من ألقاب أخرى في الكتاب لنا زي ما قلت لأنه مش بس الكتاب الده له مكانة خاصة لأن في الواقع العملي وإحنا بنعيش كمؤمنين ده أكتر حاجة وقعت في حياتنا فإحنا بنقبل المسيح مخلص ونصير أولاد لله بنمتلق بالروح الكدس بنخدم ونسينا الجزء اللي في النص اللي بيغير حياتنا عشان نتشبه بالمسيح اللي هو أننا تلميذ للمسيح من لحظة إيماني لغاية لما بفارق العالم أنا تلميذ ومن خلالي أنا تلميذ بتعرف على الحق بعرف الحقيق بعرف المسيح وكل ما بعرف بقدر أتغير من غير ما أعرف الحق ما عنديش أمل أتغير التغيير الأولاني اللي حصل بقبول المسيح غير ده وفعي لكن تغيير الزهن وتغيير السلوك نابع من أني تلميذ للحق للمسيح للسيد بتفرج عليه بفهمه باقتنع به وبالتالي غزبا عني ببقى صورة تبقى الأصل من المسيح يعني تلميذ ده هو مفتاح النمو يعني أنا أكبر مع ربنا وأتغير وعيش دعوة ربنا لحياتي لازم أكون تلميذ أولا ملناش أمل غير كده ده الحل وتغيير الزهن ملناش أمل غير أن يكون تلميذ وده اللي بيقوله بوليس لما بيتكلم في رومي 12 إن أنا عشان أختبر إرادة الله مطلوب مني حاجتين قدموا أكسادكم وده القلب وبعدين تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم في التغيير اللي بيحصل نابع من تجديد القلب وتجديد الزهن إحنا بنكتفي بواحدة من الاتنين وعشان كده مش بنلاقي تغيير حقيقي في سلوك المؤمنين في حياتهم اليومية الداخل البيت وفي العمل وفي الكليس مبارح كان عندنا لقاء وكنا بنتكلم على تغيير الزهن من رومي 12 وأعتقد النهاردة بنكمل الموضوع بصورة أخرى وكنا بنتكلم إنه كلمة الله القادرة على تغيير أذهاننا والمسيحة اللي تعرفون الحق والحق يحرركم أنا عايز نتكلم عن الحق وعلاقته بالتلميذ والتلميذ وعلاقته بالحق أفتكر الشاهد الجميل اللي ربط الحكتين دول مع بعض هو يحنى 8 إنجيل يحنى وصح 8 المسيحة تكلم عن الحكاية دي بطريقة طريفة جدا وكان رد فعل الجمهور اللي هما اليهود غريب للغاية المسيحة تكلم وعز وبعدين آمن به بعض اليهود وبعدين قال لهم كده إن ثبتتم في كلامي وده الرباط ما بين كلام المسيح وبين الحق بالحقيقة تكونون تلميذي مرة أين ده العلاقة بين المسيح والتلمزة والحق وبعدين قال وتعرفون الحق والحق يحرركم رد فعلهم كان غريب قوي أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط عبارة بتستفزني بصراع وأكيد ليه يا أسيس يعني حاجة غريبة جدا قدرة الإنسان على إنكار الحقيقة قدرة الإنسان على الهروب من الواقع قدرة الإنسان يجدب على روحه أولا هما ذرية إبراهيم حسب الجسد كيهود كشعب إسرائيل لكن الجزء أولاني صحيح الجزء الثاني خطأ تماما لأنه في الوقت ده بالذات هم عبيد لحقتين عبيد للرومان مستعبدين سياسيا وعبيد للخطية وده اللي قاله المسيح بعد كده من يفعل خطية هو عبد للخطية وبعده بيقول لم نستعبد قط يعني مش بس إحنا دلوقتي مش عبيد ده إحنا لم نستعبد خالص وهذه الأمة احتلت مرارا وتكرارا كتبة كبيرة كتبة كبيرة جدا وبسدقها لأني أنا ابن فلان لأن أنا ابن خادم لأن أنا من عيلة متدينة لأن أنا أهلي أبقى أنا كويس إزاي بس إزاي لأن أنا ابن إبراهيم أبقى أنا لست عبد للخطية بينما أنا مستعبد للخطية ومستعبد للرومان العمى اللي بيقدر الإنسان ينكره غريب جدا الحرية والإيمان لا يورثه أكيد عشان كده أحدهم قال عبارة جميلة قوي قال الله ليس له أحفاد يعني مش فلان ده ابني لما يخلف يبقى ده حفيد الله ليس له أحفاد فابني ابني مش حفيد ابني ابني إذا ما قبلنيش وعرفني وبقى ابني عمره ما حيبقى حفيد الله ليس له أحفاد الإيمان لا يورث الإيمان اختيار شخصي لحياتي أنا بحب ربنا وبديله عمري فبصير له له إبن الجميل هنا في العلاقة ما بين الحق والحرية إحنا بنربط دايما الحرية بالحقوق مش بالحق لكن ربط المسيح الحرية بالحق إن معرفتي للحق هو اللي بيطلقني حرا من قيودي خليني أخد مسالين يعبروا عن الفكرة دي إن عشان تبقى إنها مش مجرد تعبيرات كلامية أو أكلشيهات المسيح بيقولها ودي روعة كلام المسيح إنه منطقي جدا مقنع وعملي جدا الحاجة المنطقية لازم تبقى عملية لو مش عملية ما تبقاش منطقية وما تبقاش حقيقية فالحقيقة مقنعة بمعنى نظريا صحيحة وعمليا أيضا صحيحة بيقول قدي مسالين للحكاية دي فكرة حقيقة إن محبة الله غير مشروطة الإنسان تربى على حقيقة كاذبة إنه لازم أبقى مستاهل إنك تحبني فالأب يجو اللي ابنه إيه يقول له اسمع الكلام عشان أحبك المدرس بيقولك يقولك إيه اعمل الواجب عشان أحبك فأنا تعلمت إن الحب ده مكافأة أنا لازم أستهلها لما أجي يقولك أنا بحبك من غير سبب تقول لي مش معاولة في حد يحب المدرسة خاف بالضبط كده فإحنا اتعودنا إننا لازم نبقى جاديرين بالحب ودي مش الحقيقة فإحنا استعبدنا لرغبتنا في الحب استعبدنا إننا نرضي الآخرين عشان ننال أغلى ما في الوجود إننا نتحب أحدهم مرة كتب مقالة مش حنسى الحكاية دي لأنني بعتبرها شرف لي كتب مقالة ضدي وقال البدعة التي ينادي بها القصة سامح موريس أن محبة الله محبة غير مشروطة قلت ياه للدرجة دي الحقيقة دي غائبة لدرجة بدعة لقلناها ده هو كتب يلقيد الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاط مات المسيح من أجلنا التهم اللي التهم بها المسيح إنه محب للعشرين والخطاء كيف يحب الله الخطاء وهم لا يستحقون الحب لأن ده الحب الحب إني بحبك لأني أنا اخترت أحبك الحب لازم يكون غير مشروط وإلا يبقى إعجاب يبقى تأدير يبقى مكافأة والحب أكبر بكتير منه تأدير وإنه مكافأة الحقيقة دي لما بعرفها إن ربنا بيحبني من غير الشروط بتحررني بتحررني من حول إني أثبت إني أستهيلها وعمري ما حستهيلها فبروح أستمتع بمحبة ربنا لما باستمتع بمحبة ربنا بتعدل مش لما تعدل أتحب ده أنا لما أتحب أتعدل أتطمن أشبع أتغير لما أتحب مش لما أنا للحب عن استحقاق لأن ده مستحيل فأمثلة كتير قوي من الكتاب بتوريني إزاي تعرفون الحق الحق يحرركم الحقيقة الغائبة عن أزانة هي قوة الله لتغييرنا كبشر أسيس سامح ناس كتيرة حتة الحب دي فيها مشكلة وبنربي أولادنا غلط برضو نستخدم نفس التعبيرات لو عملت لو عملت أحبك أجيب لك كل القصص دي في ناس مفتقدة للحب في حياتها إزاي لما تعرف الحق وتبقى تلاميذ للمسيح هيتشفوا من ده الكلمة هتعمل فيهم إيه المثل اللي أنا خدته ده أفتكر هو أول مفتاح لشفاء القلب القلوب كلها مجروحة لسبب من اتنين بنقول عليه عجز الحب أو تشوه الحب بمعنى أنا وأنا كائنة ولدت للحياة أكبر احتياج لي بتولد السفنجة السفنجة دي عطشانة للمية المية الحقيقية للنفس البشرية هي الحب الحب الحقيقي فأنا لو ما خدتش حب حقيقي كفاية بطلع عطشان ولو خدت حب كبير كاذب اللي هو الحب المشروط بطلع متجرح على الآخر ومشوه للآخر فجرح النفس البشرية نابع من عجز الحب أو تشوه الحب اللي تربيت علي في بيتي في مدرستي وأحيانا من المرشدين الروحيين بتوعي وفي العلاقة الحب الغرامية اللي أنا عشتها في مراقتي في علاقتي مع شريك حياتي بالتالي أنا بعيش رحلة كلها من حب مشوه لغاية لما بكتشف محبة الله غير المشروط أني أقدر أغرأ في حب ربنا زي ما بوليس بيقول تدركه مع جميع القديسين الطول والعرض والعمق والعلو لمحبة المسيح الفائقة المعرفة وتدرك هنا مش معناه تفهم تدرك معناه بالانجليزي يعني ايه تجراسب يعني ايدك تطلها يعني عارف عم سيكها كده يعني زي واحد مش تفرج على المية ولبس الميو وقاعد كده يعني يتخيل نفسه لا ده واحد نط في المية فالمية أحاطته وحملته وعام فيها وملأ لهاش آخر المية ده الحب صحيتها بتبل بتبل من جوة بتبل من برة والجراح اللي جوايا والنشفان بيتشفي بمحبة المسيح الفائقة المعرفة عزيزي المشاهد امتياز لينا النهاردة أن يكون معنا الأسيس سامح الخطوط مفتوحة لو عندك أي سؤال في موضوع التلميذ والحق من فضلك اتصل بنا التليفون 248-416-1300 248-416-1300 لو عندك أي سؤال أو أي احتياج أو مش قادر تفهم حاجة في موضوع الحق أو جربت مرات كتيرة وما فيش تغيير من فضلك اتصل بنا وخلينا نتكلم مع الأسيس سامح فرصة رائعة أنه موجود معنا النهاردة أسيس سامح مدرسة المسيح سمعنا عنها كلام كتير قوي أنا عايز ندي المشاهدين فكرة إيه هي مدرسة المسيح وإزاي تساعدهم لو تفرجوا عليها أو شافوها على التيفي شاشة الأرمية أو قنوات أخرى أو على الإنترنت إيه فكرة مدرسة المسيح وإيه اللي عايز توصله من مدرسة المسيح مدرسة المسيح لصناعة التلاميذ بالضبط بيبدأ بمقدمة عن الدعوة أن أكون تلاميذ يعني أكون تلاميذ الصفات ومبادئ التلاميذ ودي المقدمة اللي بتساعدني أني أصبط نفسي أحط نفسي على الدولاب زي ما بيقولوا عشان إيه ربنا تتحط على حياتي البرنامج ده مصمم أنه بتتعامل زي حلقة كل أسبوع بشوفها مرة واثنين بروح عن نت باخد الشيت بحله ببعته بنجتمع كمجموعة مع بعض بنجاوب وبنسمع بعض وبنصلي البعض عشان اللي سمعنا ده يتحول إلى واقع في حياتنا مش إلى معرفة زينية لكن إلى اختبار عملي وبعدين بتاخدنا المدرسة دي في رحلة لاكتشاف الحق اللي موجود في الكتاب الحق وتعرفونا الحق الحق عن مين عن مين ربنا وده أهم واحد مين ربنا اللي بيدعوني للعلاقة معه العلاقة بين اتنين مبنية على أنا عارفة كنت تعرفني وإلا بتعامل مع روحي مش مع الآخر فتبتدي بإني بعرف مين ربنا حكمه للخليقة أنا مين معرفتي عن نفسي مشكلتي إيه إيه ده اللي ربنا عايز يعالجه وبعدين معرفتي عن الدواء الإلهي معرفة المسيح مين المسيح وليه جاء للعالم وده بيرد على الأسئلة كتير قوي لهوتية زهنية وفي بصورة عملية واقعية في الحياة وبعدين معرفة الروح القدس ودوره في حياتي والفرق بين السكنة والمواهب والوزنات والثمار بتاعت الروح وبعد رحلة طويلة للاختبار أني أعيش مع المسيح يوم بيوم في رحلة لا أنا بالمسيح الموت والقيام الخلوة الشخصية إزاي أصلي إزاي أقرأ الكتاب علاقة المؤمنين ببعض الكنيسة ودورها في سياغة الحياة الشخصية العدو الخير والحرب الروحية والصراع معاه والصراع مع الخطيئة الموجودة في العالم الإرسالية ودورنا كمؤمنين أن نكون نور وملح في الأرض وبعدين في الآخر بتتختم بإعلاقتي مع نفسي إزاي أشفى من جراحي ودي سلسلة كبيرة المدرسة دي حوالي 180-190 حلقة بتاخد سنين طويلة لكنها في كل حلقة بفهم عشان اختبر عشان أطبق في حياتي وحاجة في حياتي تتغير يوم بعد يوم أمين بس يستمح إيه أكبر المعوقات اللي بتعقنا نعيش كتلميذ للمسيح يعني بنقبل الرب نبقى مؤمنين وبعد كده موضوع التلمزة وذاكر وادرس الكتاب واسمح لكلمة ربنا تغيرني وتغير ذهني مش بقدر أعملها الناس بتجد صعوبة أنها تقعد مع الكلمة وتقضي وقت كفاية أنها تفهم الفكر الإلهي وتفهم دورها في الحياة ودورها في الملكوت إيه إيه الصعوبات اللي بتقابلنا أفتكر إحنا بنقول أنه فيه خمس مبادئ للتلميذ يعني التلميذ قائم على أنه بيواظب أنه بينتمي أنه بينضبط أنه راغب في التعلم أنه خاضع الخمسة صعبين يعني الخمسة صعبين أبو الزبط لكن أفتكر أصعبهم على وجه الإطلاق رقم ثلاثة زي الصبع ده ما هو الطويل فكرة الانضباط إحنا تعودنا في العصر الحديث ده على عدم الانضباط من الطفولة أن يعمل لأنا عايزه اللي حس بيه أعمله مش اللي أنا مقتنع بيه أعمله الهوائية إن أنا ما عنديش ضبط لمشاعري والعواطفي وبالتالي الرياح اللي محيطة بيه بتوديني مطرح ما هو عايز المراجبي الشاطر بيستثمر الريح عشان يروح للحتة اللي هو عايز بيوجه الشراع بطريقة مش إن الريح توديه مطرح ما هو عايز إنه يستخدم الريح توديه مطرح ما هو عايز هو ده الانضباط الغائب النهاردة في الحياة الروحية التلميذ لما بيزبط الانضباط بيواظب وبينتمي وبيبقى عايز يتعلم وبيخضع لللي أكبر منه ومن غلق وخلال الخمسة دول برجع عجينة طرية بين إيدي الخزاف الأعظم اللي قدر يشكلني ويصنع مني إناء حسب ما يحصل في عينيه رسيس سامح دي المبادئ بصورة عامة سريعة طبعا الصفات اللي لازم تبقى متوفرة فيها يعني في صفات للتلميذ وفي مبادئ للتلمزة الصفات والمبادئ أنا عايز أسمع شوية منك على الموضوع ده عايزين المشاهدين يسمعوا أنه صفات التلميذ إيه ومبادئ التلمزة إيه اللي إحنا ذكرناهم دي المبادئ المبادئ يعني دي المبادئ اللي أنا لو آمنت بيها أو طبقتها في حياتي بتحول إلى تلميذ بحق وحقيق التلميذ لما بيؤمن بالمبادئ دي على طول بنشوف التغير اللي بيحصل في حياته إنه بيتغير 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 وأهم صفة في التلميذ إنه بيفضل تلميذ مدى الحياة استمرارية إنه تلميذ مدى الحياة إنه مش بيتحاول لمعلم بعد شوية يعني الرسل بدأوا تلميذ صاروا رسل وفضل اسمهم تلميذ لغاية آخر يوم مش قلتنا إنه نحن معلمين على طول أنا أخذ الخط ده ورجع لك يا أستيس سامح تفضل سابرين معنا أهلا بيكي تفضلي أهلا أنا اسمي سابرين بحكي من كاليفورنيا سان دياغو أهلا بيكي وبيدي أحكي مع الأستيس سامح موريس تفضلي أهلا وسأعلا بحك يا أخ موريس أهلا وسأعلا أنا سابرين كنت في عمان حضرت وعظاتك كنت في كنيسة الاتحاد جبل عمان أهلا وسأعلا يا سابرين أهلا بيكي الله يخليك يا رب الله يسلمك أنا فرحانا فيكم وبتبارك لما بحكي مع ولاد الرب وخدام الرب أشكرك رب يستخدمك في اسم المسيح أمين أمين أنا حاب صلاة لعائلة للخلاص أنهم يخلصوا أنا حكيت معاهم عن الرب وصليت يعني دخلت بيتهم صليت للبيت كله هاي بس بدي كمان ناس معاي أنه الجميع يخلصون إلى معرفة الله يقبلون خلينا ناخد لحظات دلوقتي نصلي معاك يا سابرين من قبل أصدقائك دول خلينا نرفع قلوبنا كده للرب ونرفع إخواتك دول أو أصدقائك دول قدام ربنا يا رب إحنا عارفين محبتك لكل نفس في بعدها وفي قربها إنت أتيت عشان تطلب الضال وتسترد المطروض وتجبر الكثير وإحنا جاينا نتحد مع سابرين من أجل أصدقائها اللي زارتهم في بيتها إحنا نؤمن يا رب أن كلمتنا على قد ضعفها لكنها إذا كانت ممسوحة بيك ومحمولة بروحك يا رب بتنخص القلوب لكن مؤمنين يا رب أكتر كمان مش بكلامنا اللي بننادي به بعمل الروح القدس إحنا بنصلي معاها النهاردة ارسل الروح القدس ارسل يا رب عملك الإلهي العجيب لقلوبهم والعيونهم والأذهنهم عشان تستنير عيون أذهنهم ليارب محبتك الفائقة ليعلن لهم صليب المسيح الفادي والمخلص يا رب حاصرهم حصار خاص انت حتى لو رسي انك تضيق عليهم لكي يشعروا وجه قلوبهم نحوك يا سيدنا الرب نؤمن انك بتسمع وبتستجيب وانك انت منتظر صلواتنا عشان تعطينا أكثر جدا مما نطلب أو نفتك نشكرك يا رب مقدما على عملك المبارك في حياتهم في اسم المسيح أمين أشكرك أشكرك عشان تليفونك أهلا بيك الله يخليك وربي بارك وكيستخدمك الجميع مع بعض في اسم المسيح أعلم بيك باركة خاصة لكم شكرا أعلم بيك أعزائي المشاهدين أحب أفكركم مرة تاني برقم التليفون 248-416-1300 بنرحب باتصالاتكم ومدخلاتكم وأسئلتكم ومبسطين مرة تاني يكون معنا الأسيس سامح وزي ما قالنا في المقدمة الحل بتاع حياتنا الحل بتاع النمو الحل بتاع تغيير الزين أن نكون تلميذ للمسيح مش أن إحنا بنيجي بنعرف الرب وبعدين نكمل حياتنا بأي طريقة أو بأي شكل لكن محتاجين نكون تلميذ حقيقيين للمسيح ساعتها نختبر التغيير والنطج والنمو ونقدر نعيش دعوة ربنا لحياتنا ونكون في مركز ما شئته كل الأيام أسيس سامح فكرة استمرارية أننا بقى تلميذ هناك مشكلة عندنا في الحقيقة بعد ما بنقبل للرب كده ونبقى بنعرف كلمتين بنوقف بقى كده وما بنكملش أنا معي معلش خط تاني غالباً الخطوط النهاردة مش هتبطك أهلاً يا شيخ صفوت أهلاً بيك تفضل النعمة والسلام معكم الرب يبارككم أهلاً بيك سؤال لجناب الأسيس الدكتور أرجو أنك توضح لنا الفرق بين الولادة التانية ومعمودية الروح القدس وعلامتها وهل يوجد لزوم لمعمودية الروح القدس الرب يباركك ونحب نسمع حضرتك لأننا سمعت اختبارك في شريط أهلاً وصحباً ويبارك العاملين في كرم المسيح النعمة والسلام معكم أهلاً وصحباً الرب معك إحنا حلقتنا النهاردة عن التلمزة والحق وده موضوع كبير يا شيخ صفوت لكن أنا هشوف الأسيس لو نفع الوقت يتكلم في الموضوع ده هنعمل كده لكن لو ما نفعش أكيد هنجاوبه في حلقة خاصة جداً على شاشة الأراملين حليني أخذ دقيقة أتفضل يا أسيس في مدرسة المسيح واخدين مجموعة كبيرة قوي من الحلقات واللي يروح للسايت بتاعنا بتاع كيدي حيلاقي مذكرة كاملة عن الروح القدس ودوره في حياة الكتاب فرق ما بين ما نسميه سكنة الروح القدس والامتلاء من الروح القدس أنا لما بقبل المسيح في قلبي مخلص وسيد الروح القدس بيسكن في قلبي لكن الكتاب أوصى التلاميذ أنه ما يكتفوش بقبول المسيح والولادة التانية لكن هو عايز يديهم نعمة أكبر وفيد أكثر من غناه لأنه ده اللي بيخلي حياتي لامعة ومضيئة ومؤثرة لمجد المسيح وده اللي يسمى الكتاب الامتلاء من الروح القدس أو المعمودية أو الحلول أو الانسكاب اللي شفناه في يوم الخمسين شفناه حصل مع كيرنيليش شفناه مع بولس بعد لقاءه في الطريق لما حنانيا رحله شفناه في السامرة في أسراح تمانية شفناه في مواقف كتيرة جدا أن الكتاب فرق ما بين السكنة وما بين المل مرات ممكن يحصلوا مع بعض لكن مش دايما بيحصلوا في وقت واحد وأنا عايز أشجع كل مؤمن مولود ولادة تانية واختبر الرب أنه يطلب الامتلاء وربنا عايز يملأك أكتر منتب كتير مشتاق للعطية ديت أمين معانا تليفون تاني ريتشارد أهلا بيك مساء الخير والرب يبارككم على هذا البرنامج الحلو أريد أسأل للأخ ممكن أنا أنا مؤمن يعني بدون مبالغة وبدون أي شيء أنا معطي حياتي ليسوع إلى آخر لحظة من حياتي أمين ما أبدل بالحياة بالإنسان ولا بأي شيء في هذه الدنيا فأنا لما كنت بسمعك تقول على خمس أنواع قلت له على يكون التلميذ الصحيح للبسيح والتالتهم أنت قلت الإنضباط فأتأثرت فيه كتير الإنضباط أنا اللي كنت بدور عليها وانت قلت له في التلفزيون الرب استخدمك دلوقتي عشاني ده شيء جميل كلمة إنضباط اللي كنت بدور عليها أنا كنت حاسس فيها بس ما كنتش عارفها مجدا ليسوع أمين ده اللي بوليس قاله أقمع جسدي وأستعبده قال إن كل واحد بيجري في السباق بيضبط نفسه إحنا كمان يجب أن نضبط أنفسنا فيه كل شيء زي ما بيقول الكتاب فالكلمة دي بوليس استخدمها استخدام هائل في حياته الشخصية وقال من غيرها أنا نفسي أبقى غير مؤهل للخدمة فأنا أشكرك لتشجيعك لينا بالمكالمة ديت أعلن وسأهلا بيه أكتوبة سين لو سمحت بالنسبة لأخبار رسالة بوليس الكرونسوس الأولى وأصحاح 9 كرونسوس الأولى أصحاح 9 بوليس بيشرح المبدأ دوت بطريقة جميلة عدد 27 عدد 27 عدد 25 وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى أما نحن فإكليلا لا يفنى ففكرة انضباط الرياضي عشان ينافس في الأولمبياد بيأكل إيه وبينام إزاي وبيتمرن كم ساعة وإسلوب حياته وخروجه وصهره وأصدقائه بيضبط نفسه في جوانب معينة بيقول إحنا بقى نضبط أنفسنا فيه كل شيء لأجل إكليلا لا يفنى أنا بإرادة الرب حنضبط نفسي ليسوع لآخر لحظة في حياتي أهلا وسهلا بيك الساهل وأنا مديون لحياتي أهلا بيك أهلا بيك صليلي أرجوك وصلي عشان أولادي الثلاثة وصلي عشان أخة أرمالة هي برضو مؤمنة جزتها برضو كان مؤمن اتوفى وعايزين تعزيات الصلاة اللي متكلمت معاهم النهاردة وهما كانت شوية متضايخة نفسين فالتلح حصلي عليك إن شاء الله وبرب يسوع يقويك ريتشارد هنصلي في آخر البرنامج لكل الطلبات اللي هتيجي هنصلي مع الأسيس سامح في الآخر وشجعك تتفرج على مدرسة المسيح وتبقى تلميذ وتنضبط وتمشي درس بدرس والرب هيعمل في حياتك شكرا جزيلا وتقدر تيجي المؤتمر انتكلمت مبارح وعدت إنك هتيجي المؤتمر طبعا نكلموني النهاردة وأنا متشكر عليك وأنا رديت عليهم وإن شاء الله يوم الجمعة هكون هناك إن شاء الله أمين الأسيس سامح معنا يا قريبة على فكرة يا قريبة يمي يعني شيخ 15 دقيقة بعربية الرب معاك مرسي والرب يستخدمكم ويجيب النفوذ بلاج الخلاص لأن المسيح يستاهل أمين المسيح مات لشاننا إحنا وأنا شخصيا حمود عليه أمين رب معاك أسيس سامح واضح إن في مشكلة في الانضبط إنه إحنا بعد ما بنقبل الرب بنعمل اللي إحنا عايزينه بنعيش أي عيشة بأي منطق بأي فكر وأعتقد أنت حطيت إيدك على الجرح بتاع المؤمن شوية فوق وشوية تحت وتعبان حتة الانضبط أنا عايزك تكلمنا أكثر عنها إحنا فكرة البندول النعمة والجهاد تلخبطت مع بعضها بنستغلها بالضبط كده في العهد الجديد عهد النعمة فالنعمة خدناها زي ما بوليس رفضها إذا كان الخلاص بالنعمة إذن الخطيئة تحل ليه لكن هو بيقول حاشا نحن الذين موتنا عن الخطيئة كيف نعيش بعد فيها بوليس اللي أكتر من تكلم عن النعمة أكتر من تكلم بيقول أدرب نفسي أدرب نفسي دابوليس الرسول ودرب نفسي فده الانضباط بدرب نفسي كاتب المزمور 119 بيكرر العبارة دي كتير قوي لما ده أكبر أصحاح بيتكلم عن الكتاب عن كلمة الله عن موضوع الحق اللي إحنا بنتكلم عنه ده فبيقول يا رب أعلمني وبعدين قال له بعد أعلمني قال له هتعلمني إزاي قال له فهمني اشرح لي فهمني وبعدين اكشف عن عينية يبقى بفهم الأول وبعدين اكشف عن عينية فبتستنير عيون أذهن وده اللي بقول اسألهن بالضبط كمان في أفسوس مستنير عيون أذهنكم فبنشوف إزاي العهد القديم وجديد الحقيقة واحدة يا رب أعلمني علمني عشان أعيش تعلمني إزاي أنك تفاهمني واحد وبعدين اتنين تكشف عن عينية وبعدين ثلاثة دربني أنا بكتفي مرات كتير سمعت وعظة وصلتها وحسيت بيها واختبرتها فبقول أنا تعلمت أنا لسه ما تعلمتش أنا إمتى ببقى تعلمت لما بفهم وبعدين بقدرك وبعدين بختبر وبعدين بتضرب يوميا لغاية لما الحقيقة دي تبقى اختبار يومي في حياتي ناخد مثل سمعت عن الغفران وأنا مش قادر أخفر لإنسان أساء إليا والمرارة مالية قلبي وبعدين بطريت أفهم إن الغفران ده بركة عظيمة ليا قبل ما تكون للآخر وإنها المصلحتي وبعي رب أنا فتح عينية لأرى قوة الغفران في صليب المسيح إن هو كما غفر لي أنا أخفر الأخر فأطلقت غفران للإنسان ده هتخيل إن ده حصل معانا إن درس الغفران دوت إن أنا فهمت وبعدين شفت وبعدين أطلقت غفران وحسيت بفرح وسلام وحرية في قلبي بفتكر إن أنا كده خلاص اتعلمت الغفران لا ده أنا محتاج بعد أدرب نفسي إن أخفر أول بأول لأول إساءة تأتي إليا لغاية لما يبقى أول رد فعل في حياتي لكل من يخطئ إليا هو الغفران إنت ده هيحصل ده في الأبدية عشان كده أنا هتدرب عشان كده دي الذكرة إن هفضل تلميس بتدرب كل يوم ده اللي بيحافظ علي بتغير يوم بعد يوم أنا هاخد الخط ده ورجع لك تاني أسي سامح معانا عيدة أهلا بيك تفضلي مرحبا مساء الخير مساء الخير أهلا بيك أنا سمعت أنك جاي من مصر وأنا بحاجة شديدة يعني لا صلاة لابن نائل ولا ابن نضال وبليس بدي تصلي له لو تحددي إحنا هنصلي في نهاية الحلقة لكن لو تحددي أولادك دول عايشين معاك هنا في الخارج ولا عايشين في الشرق الأوسط ولا الطلبة المحددة اللي أنت عايزانا نطلبها من أجلهم ابن نائل بيمر في ضيقة كبيرة وابن نضال عايش معايا تصلي إلهم التنين بليس لو سمحت مش عايزة تقولي إيل ديقة لو الأسيس يقدر يساعدنا مش لازم تحكي بليس يا حاضر حاضر أنت منين يا عايدة؟ أنا من هنا من ديترويد من ديترويد؟ حاضر هنصلي في آخر البرنامج واتحط بالاسم وعايزك تصدقي أنه ربنا عنده سلطان يغير الأزمنة والأوقات والأحداث تصدقي في سلطان ربنا وصدقي في حكمة ربنا آمين 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 الرب معاك يا عايدة أسلام الله يخليك سلك أرجعلك تاني يا أسيس سامح سوري بقطعك كل شوية الانضباط والتدريب ده جزء مهم قوي شرحتهن لكن عندنا برضو مشكلة في موضوع الصلاة مش بس إن أنا بتدرب بتغير إن أنا أفهم المفاهيم الإلهية وعيشها لكن موضوع الصلاة برضو بفوش انضباط ما هو نفس الفكرة إن كل حاجة في حياتي أنا مش هتمرن وانضبط عشان أعملها بطريقة منتظمة مش هعيشها إذا أنا ما انضبطش وتدربت إني أنا أختلي بربنا يوميا في إذا حامل حياة الخلوة هتروح فين هتختفي هكمل إزاي منتصر وأنا مش بمون زي عربية إنت بطلت تروح محطة البنزين لمدة أسبوع أو أسبوعين هيحصل إيه العربية دي هتعطل هتوقف مع إنها ممكن تبقى أغلى عربية وفيها فول أوبشنز بس ما فيش بنزين إن أنا بنضبط إن أول من المؤشر بنزل بروح للمحطة مش بستنى لما توقف وزقها فدي أبسط القوانين إن أنا لما ببقى تلميذ بمعنى بفهم بختبر وبعدين بط مرا ناس كتير قوي مبترفش تمرن نفسها لو جبت أي شاب صغير قلت له أنت في البيت اعمل سويدي لمدة نصف ساعة في اليوم مش هيعمل لكن لو سلمته الكوتش وبقى الكوتش دوت بيروح له أسبوعيا مرتين ثلاثة يمرنوا أو بيروح جمد في واحد هناك مستنيه مرتين ثلاثة في الأسبوع بيحصل إيه للبني آدم ده سهل أو يتمرن عشان كده الكتاب حط حكتين أنا عشان أتعلم محتاج الروح القدس عشان هو اللي بيونير أثهننا روح الحكمة والإعلان ومحتاج الكنيسة عشان أتمرن أنا محتاج الروح القدس عشان الإعلان محتاج الكنيسة ومحتاج المؤمنين عشان أتمرن محتاج كوتش بني آدم أخضع له وقل له حط سلطانك على حياتي بأنك تسألني كل يوم أكاونتابلتي بالضبط كده أكاونتابلتي إحنا مش عايزين نركب ناس فوق رؤوسنا أنا بستنى اليوم اللي أخرج من تحت عباقة أبيه أنا بستنى اليوم اللي أتحرر فيه من كل فإحنا دايما رافضين للسلطة بعين ربنا حط السلطة عشان التدريب إحنا عندنا مشكلة إن إحنا بنخضع في العالم للسلطة لكن جوه الكنيسة عايزين نتحرر منها مش عايزين يعني عايزين إحنا اللي نركبين على الناس أو الناس نخضع لنا فيه مقولة كده قال اللي مالوش كبير إحنا بنبيع الكبار بتوعنا باية فأنا عندي كبار ببيعهم بدل منزلة اشتري اللي في العالم الروحي بنائي بنائي أستاذي بنائي الشخص اللي مش حيركبني لكن اللي حيشجعني ويبنيني وعش كده عايز أشجع كل مؤمن إنه ينقق قائد شخصي ويقول له دربني الزمني الزمني إني أعمل الحقيقة دية كل يوم خليني أحكي قصة جميلة حصلت قريب في المعنى ده أخ مؤمن جاء للرب من فترة وابتدى يخدم وابتدى يبقى معروف في الخدمة وبعين الشخص اللي هو بيخدم معاه اكتشف إن في حالة الشخص دوت خطيئة مقيدة صعبة قوي وخفية وابتدت تفضح فرح أوقفه من الخدمة وقال له مش هينفع تخدم والحاجة دي موجودة في حياتك فالشخص ده تخض بقى لأنه رفض من الخدمة فهو مرفوض من الخدمة ومش عارف ينتصر على الخطيئة ديت وبعين غير المكان عشان الناس ما تعرفوش وابتدى يروح حتة تانية برضو يخدم فيها لكن لزالت الخطيئة ديت مقيدة الأولاني دوت لما عرف إن هو بيعمل كده أكلمني وقال لي بليز ساعد الشخص ده فاتصلت بيقولت له تعالى فجاعد معي قلت له الحكاية كذا 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 قال لي اه قلت له أنت محتاج مساعدة قال لي اه قلت له ما طلبتش مساعدة قال لي مكسوف قلت له تسمح لي ساعدك قال لي يا ريت فقلت له أنا ما عنديش وقت لكن حديك واحد يديك وقت يكوتشي ويدربك إن الأمر ده يختفي من حياتك نهائي انت عايز تنتصر قال لي ايوه انت محتاج مجرد واحد يقف جنبك يوميا يتصل بيك يوميا تدي له ريبورت يوميا يصلي معاك يوميا لمدة شهر اثنين الموضوع ده يختفي من حياتك نهائيا قال لي أنا تحت أمرك تصلت بحد وسلمتهم لبعض قلت له أنا مش حكي لك انت حكي له كل حاجة بالتفصيل عمل كده في أسابيع قليلة حياة هذا الإنسان تغيرت لمجرد انه خرج للنور اعترف بضعفه قبل ان واحد تاني يقف جنبه ويساعده وقبل انه بقى تلميز بس فالقصة دي وريتني ازاي انه احنا بنطول المشاوير على روحنا بينما نقدر نقصرها لو نفذنا المبادئ اللي قالها الكتاب اسيس سامح الروح القدس والتلمزة عايز اسمع منك علاقة الروح القدس بحياة التلميذ زي ما انا قلت انا زي ما قلت ان احنا مرات كتيرة بنفقد حتتين بسمع حاجة في التلفزيون او بروح كنيسة او بقراها في كتاب بكتفي اني فهمت لا فهمت ده ده دوري الروح القدس بيساعدني بيشرح لي لكن دور الروح القدس اعمق من اني افهم اللي بيسميه بولس روح الحكمة والاعلان في معرفتي الحكمة دي الفهم الفهم الوحده ما يخلنيش اختبر الاعلان يخليني اختبر بنقول المسافة ما بين العقل والقلب مسافة 25 سنتي ولا 30 سنتي بس هي طويلة او 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 انا ما عرفش ازق المعرفة من ذهني لقلبي عشان تستقر في اعماقي في شخص اخر ده دوره دي شغلته الروح القدس اني يخلي الحقيقة اللي فهمتها اشوفها اشوفها في العالم الروحي فلما اشوفها اقدر ايه اعمل ايه اقدر امسكها اقدر المسها اقدر اختبرها اقدر ادقها اقدر احسها جواي تنزل الى الى احشاي وليلين مننا بنستنى الحكاية دي بنطلع نجري فهي انا فهمت انا فهمت الحبيب بعد ما تفهم اقعد بقى قل له رب ورهاني ورهاني غمط هناك وسيب الروح القدس يعلن لك الحقيقة لغاية لما تتشبع بها تنزل جواك حلقة مفقودة في حياة المؤمنين وده محدش يعرف يعمل انا ممكن افضل اشرح لك اشرح لك اشرح لك احكي لك قصص واثر عليك ده لا يكفي ده في الاخر ده دور خاص بالروح القدس الاعلان زي ما ان دور المؤمنين والكنيسة التدريب دور الروح القدس الاعلان ومالوش بديل والاعلان دوا الروح القدس بيبقى ايمان يعني لما بيتم الاعلان بتتحول في قلبي الى ايمان لانه صمرة من صمرة الروح القدس ايمان فالاعلان ده يأتي بالايمان في قلبي الايمان انا عشان اؤمن الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله انا مقارفش اؤمن غير لو لو استعلنت لي الحقيقة فالروح القدس بيعمل لتنين فيها معانا تليفون يا اسيس سامح وهارجع مرة تاني معاك هالا اهلا بيك اتفضلي اهلا وسهلا ان شاء لكم بخير اني سامح فينا يعني فيه مشكلة النهاردة اهلا وسهلا الله يخليك ازاك يا سامح انا هالا انا عايز اكلم سامح مريز دلوقت اهلا وسهلا ازاك يا سامح تفتكبني انا هالا من مصر اهلا وسهلا يا هالا ان شاء الله تكون بخير اول حاجة انت منور في الشاشة الله يخليك انت والسامح التاني الحقيقة جمال يعني الله يخليك الحقيقة انت اتغيرت شوية الشعر بيض بس لكن سعلا ربنا بيجدد كالنصر شباب انا الحقيقة قلت اتكلمك عشان اسلم عليك الحقيقة كنت بشته عليكم جدا وكانت دي اول بقى دقلب القناة من الكرمة للقرمية فوجت ان انا لقيك فيعني حمد الله على سلامتك ووقت حلو عندك وربنا يبارك وقتك في الايام الجاية دية ويستخدمك لمجد اسمه وانا عايز اقولك ان الرب رائع معانا والرب امين جدا معانا ومحل حياتنا ومدينا نصرة وغلبة فيه باستمرار وانا مصطوطة جدا ان انا شوفك يعني كشب صغير الرب صالح الرب صالح الى الشايبة الى الشايبة والى الشيخوخة هو يعتني امين مصطوطة قوي ان انا شوفك يا سامح وربنا يبارك رحلتك ويوفقك في الرحلة ومصطوطة اشوف الاخ سامح التاني كمان اهلا بك يا هالا صلي معانا عشان مؤتمر الصلاة بتاع ترونتو اذا ما كنتش هتقداري تكوني معانا بالروح ان ربنا يتنازل الينا تنازل خاص الايام اللي جاية ديت ايو اسيس في كل مكمن مؤتمر صالح حاضر امين رب معاك مرسي يا هالا معانا خطوط كتير قوي بقى اسيس سبع اتفضلوا مين معايا اهلا بكم اهلا يا اخ نادي تفضل اه اوكي نادي ايو اهلا يا نادي ازايك حمد الله على سلامتك الله يسلمك مرسي خالص ربي عزيك متشكل خالص انا كنت عايز اقول حاجة للأسيس سامح مريس تفضل يا نادي كان نفس اقول له انه هو القائد العظيم بتاع حياتي وانا بشكر ربنا لاجله والاجل تشجعاته خاصة في الظروف الاخيرة اللي احنا فيها بس فهو فمرة لما كان بيتكلم على موضوع الانضباط ذكر في الوعظة بتاعته حدثة حلوة قوي صرقت على ازاي ان احنا نحرس حياتنا ونبقى فيه نوع من الجاردز بنحطها علشان تحمينا من نقطة الضعف الخاصة بينا وذكر لنا عن الاسيس بوليانج تشو بتاع اكبر كنيسة في كوريا ازاي ان هو بياخد خطوط كتيرة عشان يحمي حياته من نقطة الضعف لو حبيلت شاركنا اسيس سامح في الفكرة دي لكي لن نكون متسيبين في حياتنا الخاصة ازاي نعرف نقطة ضعفنا وازاي نحرسها لان الموضوع ده فرق جدا في حياتي وربنا يباركك يا نادي شكرك يا نادي معنا خط تاني كاميليا اهلا بك اتفضلي اتفضلي يا كاميليا احنا معاك اتفضلي ايوة انا بعاني من فطور جامد قوي فطور روحي ايوة فطور روحي جامد قوي مش هعمل ايه طيب احنا الاسيس سامح هيكلم في الموضوع ده ناش شكرا يا خان معنا خط تاني ممكن ارد عليك يا اختنا العزيزة انت كان لكي عشرة مع ربنا حارة في الروح قبل كده صح؟ ايوة وبعند الوقت حسب الفطور ده والفطور ده بقى له مدة من الزمن ولا ده مجرد عارض لبضع ايام انت معايا لسه على الخط كاميليا لو بتتفرج علينا من فضلك ارجع التسلي مرة تاني بينا والاسيس سامح هيكلم واسمع الكلام اللي هيقوله دلوقتي لان موضوع الفطور ده افتكر احب ان انا احط في بعض النقاط على الحروف اسيس سامح نادي سأل على موضوع نقطة ضعف وبعدين كاميليا اتكلمت على الفطور فاعتقد فيه علاقة بين الاتنين فلو نقدر نتكلم في الموضوع ده شوية وكاميليا معانا على التيفي شايفانا بالوقتي الفكرة اللي اثارها نادي هي موجودة في مدرسة المسيح واذا رو لسه شايف الحلقة قريف عشان كده اثار الفكرة ديت انه انا كانسان في تواضع الانسان اذا كان عايز يعيش متواضع لازم يبقى قادر يشوف نقاط ضعف واللي يقول ما عنديش نقاط ضعف يبقى اعمى البصر والبصيرة فكل واحد فينا عنده نقاط ضعف لما بتوقع ان فيه هجوم حيأتي علي فانا بقول ان الهجوم ده حيأتي المتوقع دايما حيجي من الباب لان دي اضعف حتة ده الخشب اللي ممكن واحد يكسره ويخش فبضع استحكمات معينة قدام النقطة دي او الشباك لما بيحصل عاصفة بنشوف الناس بتحط خشب ومش عارف ايه والواح على الببان والشباك لان دي الاماكن اللي ممكن العاصفة تدخل منها الانضباط في حياتي ان نقاط ضعفة بحط عليها استحكمات في مثل بعض الناس نقطة ضعفة المسانة فبقول يا رب ضع حارسا على فمي يا رب مات أقفل ماتوا علشان ما تكلمش كلام مالوش لازم يجرح في الناس ويشوه الآخرين الحوالي لو années ضعفي الجينس الاخر و هذا القصة التي حكيتها في مدرسة المسيع وكانت ده ذو هولي لما أسمع أكبر أكبر كنيسة في التاريخ مش في العالم في التاريخ كنيسة وصلت 800 ألف عضو دي مش طايفة دي كنيسة يحكي عن نفسه ويقول أنا نقطة ضعفة الجنس الآخر فما سافرش الواحدي أبدا دخل السيس واقف قدام العالم كله يحكي الحكاية دي يأخذ مراتي معايا يأخذ شيخ من شيخ كنيسة بينام معايا في نفس الحجرة اللي أنا نايم فيها ليحميني من الضعف لكي لا أفكر لكي لا أجرب للدرجات دي التواضع والانضباط جميل مش أنا قوي روحيا إذن أنا لا أهزم وعدي الخطوط الحمرة أكيد حقا أكيد حقا وده اللي حصل لدود عد الخطوط الحمرة اشتهى وزنها مش كده لكن التواضع بيخليني بقول دي نقطة ضعفة بضع استحكامات والاستحكامات بيبقى بشر زي بشر بتبقى ناس بضحهم في حياتي بيحموني من أو أنا أخذ أكشن زي يوسف يعني داود ويسف نفس الخطيئة توجه واحد وقع وعد الخطوط استاني جري عارف إنه مش قدر يقف لو وقف هيروح كاميليا معانا على التليفون يا أسيس لو عايز أقولها حقا أخت كاميليا سألتك أنك أنت قلتي أنا بمر بفتور الفتور دا عارض ولا الفتور دا بقاله مدة طويلة وكان قبلها فترة أنت عشتي حارة في الروح وشبعانا بالرب بقاله بتاع ثلاث سنين وقبلها كنت عايشة مع الرب وحارة في الروح كنت خدمة في مواصل من يوم ما جيت أمريكا هنا حاصل بفتور يعني رأيت إنجلي زي ما يكون بقى الكتاب كده ما بحسش أن أنا مملأة من الروح الخطوط طيب خليني أجاوب حضرتك يا كاميليا الفتور دا بيبقى حجة متنين أساسية يا إما الظروف اللي محيطة بي ابتلعتني فأنا وده اللي بيتكلم عنه الكتاب في الأرض اللي فيها الشوك إن هموم العالم وغرور الغنى بيخنقوا الكلمة فإن الظروف المحيطة بي بتخنقني وده بنشوفه في حياة ناس كتير مثلا لما غيرت ظروف معيشتها زي الهجرة غير شغله وكان متعود يشتغل 8 ساعات في اليوم بقى بيشتغل 14 ساعة في اليوم اللي علاقة مع ربنا اتخنقت بالظروف المحيطة بي وأنا لازم أبقى مستيقظ لعلاقتي مع ربنا وديها دايما الأولوية ومسمحش للظروف الخارجية أن أتأكلها أو الحاجة الثانية إن الفتور دا بييجي من جوايا من جوايا إن أنا اتعودت على الحياة مع ربنا ولأنني مش بنم فيها لقدام فبقت خليني أقول كده فيها ملل مش حلوة أي علاقة إذا سكنت مش بتتحرك لقدام يصبها الملل العلاج البسيط جدا للفتور الحقيقي ممكن الفتور يقع غير حقيقي بمجرد عارض النهاردة ما ليقاش نفسه أرك كتاب النهاردة صليت مش بالروح فحاسس أني أنا في فتور وده يبقى مش فتور ما قدرش أشخصه فتور لكن الفتور لو قاعد فترة طويلة بنقول عليه فتور حقيقي يا إما من الخارج أو من الدخل سهل قوي الإجابة أدخل مخدعي وقف البابي ولا رب مش هخرج من الأوضة دي من غير ما قابلك سهل الإجابة دي زي ما بيقول الكتاب تطلبونني يحصل إيه تجدونني إمتى تجدونني إيه تطلبونني بكل قلوبك صليت خمس دقايق وملقتش ربنا في لقاء مباشر ما حصلش يعني مقابلة شخصية مع ربنا في خلوتي حصل لي حصل لي ساعة اتنين تلاتة اربعة خد مش هطلع من غرفتي من غير ملائي ربنا هذا الإصرار اللي شفناه معي عقوب لمصارعه الملاك في نهاية الصراع ده باركه التقى بي لقاء شخصي تقدري تخرجي يا أخت كاميليا من فطورك النهاردة بأنك تدخلي مخدع وتغلقي على نفسك وتقولي أنا مش هطلع للحياة من غير مقابل ربنا وأؤكد لك أن ربنا حيأتي إليك ويشعل الجزوة دي مرة تانية وترجع عليك حرارة الروح في الرب أمين ربنا معاك يا كاميليا معنا خط تاني معنا لينا على التليفون تفضلي يا لينا أهلا بك لينا إحنا معاك تفضلي أنا أريد أحكي مع الأخ سامح موريس بكوز إنبارح كان مدرسة المسيح عجبني البرنامج كثير وفهمت قصة الآب والابن والروح القدس وماذا يعني الآب بالنسبة إلينا ونحن هياك الروح القدس عجبني البرنامج هل هو سبع حلقات أو زي أسهل سبع لا دي المقدمة بتاعة المدرسة المسيح اللي هو الباب الأول اسمه التلميذ دي الحلقة الأولى أنت حضرتك دي الحلقة الأولى فدي المقدمة وحتلاقي في كل حلقة دايما هتبقى دي واحد من سبعة اثنين من سبعة تلاتة من سبعة لما بنخلص الفصل دو ونخش في فصل جديد مثلا شخصية الله هتلاقي واحد من اثنين وعشرين اثنين من اثنين وعشرين فالأرقام دي بتقولك فاتك كم واحدة من البرنامج دو اذا فاتك اي حلقات تقدر تخشي على school of christ انا خبت الواجتايت اه لما تروحي هتلاقي كل الحلقات اللي فاتتك بكل صورها المختلفة تقدر تتفرجي عليها وتقدر تتابعيها قريب هتبقى على شاشة القرمية يا لينا هتقدر تشوفي برضو الحلقات دي مرة تاني وكتير من المشاهدين هتتفرجوا عليها اخ موريس انت بدعت بهذا البرنامج كان كلس مغذي روحيا اهلا بيك اشكرك 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 اهلا بيك اهلا بيك الرب معاك باي باي يا لينا باي باي سمر اهلا بيك يا سمر اتفضلي مرحبا مساء الخير مساء المور اهلا وصل استاذ سامح انا اتصلت حابب يساك في تدعموني بالصلاة انا عادة لما بصلي ربنا بتجيب ودائما البهجة والفرح تدخل كلبي بسرعة لكن من البرح عم بتهاجة من الشيطان وعم بصلي وبصلي وبصلي بس بشعر اني بحاجة للصلاة ازود وازود ومش البهجة لسا مش داخلي والشيطان عم بيحارب اكتر واكتر وصار حلا فيه من كتر من البرح عم بتصير اشياء اشياء مثلا مثل متاعث ومتاعث حياتي هلا عزيني ما بيلاقيش تعزية يا رب شجعني ما بيلاقيش تشجيع ليه بيبقى ربنا عايز ينقلني لمرحلة تانية في علاقتي معه فهميني في اللي حقوله دو الجزء التاني دو زي ما بيقول حبقوق مع ان لا يزهر التين لا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتون الحقول لا تصنع طعام ينقطع الغنم الحظيرة لا بقر في المزاود الله تم كل الظروف محيطة بي وحشة ايه اللي هيحصل بيقول ابتهج بالرب افرح بإله خلاصي السيد الرب قوتي يجعل قدميك الاياء اليومشيني على مرتفعتي ويغير الظروف اني انا في وسط الظروف دي اشوف ربنا حط عيني عليه فاراه هو ابص عليه هو فهو يا تراء لي فيحصل ايه انا رجلي يتبقى زي الايائل فتمشي على المرتفعات بدل ما ربنا يغير الظروف المحيطة بي بدل ما يغير الحالة اللي جواي ربنا يا تراء لي فالتراء دوت لي هو اللي بيرفعني فامشي فوق المية المزبدة فوق الموج عايز اشجعك انك مش دايما تقول يا رب غير الظروف او الاضطراب اللي جواي حط عينك عليه جعلت الرب امامي في كل حين لانه هو عن يميني فالقى تزعزع دوري انا اني حط ربنا قدامي دوره هو انه يبقى ايه انه يبقى عن يميني لما يقوله اقف جنبي اقف جنبي اقف جنبي يا رب ربنا بعد شواء يقولي تم انت ما تعمل دورك بقى وتحطني قدامك وتبص علي لان ده اللي بيغير الوضع اللي انا عايش فيه اني انا ابص عليه نظروا الي بيقولي الكتاب عارف بقية الاية حصل ايه واستناروا ووجوههم لم تخجل التفتوا الي بصي عليه بصي عليه وركزي عليه هتلاقي نفسك زي ما تكوني تفريتي فوق المية رجليك تشددت ومشي فوق الاضطراب المحيط بيك ربنا يبارك بفتكر كمان يا اسيس سامح من الوصف اللي انت قلته اساف في مزمور 73 لما خرج برا المقادس الفرق كبير بين برا وبين جوة ويقوله لكني دائما معك هو عمل الدور اللي عليه هو ووجد في المقادس وبعدين شاف ان ربنا ماسك بيده اليوم حتى لو الدنيا صعبة والظروف صعبة شاف صورة مختلفة تماما فانا ارجع تاني لفكرة مدرسة المسيح لو انا معايا دايما لو انا تلميس دايما هشوف الامور بعيون مختلفة هشوفها بالعيون الالهية وتعرفون الحق والحق يحرركم خلي بالكم الحتة دي اخت سامر ربنا معاك وهنصلي لك في اخر البرنامج سامر عندك حاجة تانية تفضلي نو هذا بس كنت اللي كنت حابي حابي احكي لك اياه وبستنى فيك تدعني دي الصلاة شوفان هنصلي لك ربنا معاك اعزائنا المشاهدين بنحب نفكركم برقم الارمية 248-416-1300 نرحب باسئلتكم ومدخلاتكم والاسيس سامح فرصة عظيمة جدا انه موجود معنا النهاردة مستمتعين بيك جدا الله يخليك يعني يعني انا جوي وبلسنج ان احنا نكون معاك النهاردة في البرنامج معنا الاخت سامي على التليفون تفضلي اهلا بيك ايو ازايك يا ابونا ازايك حضرت الاسيس انا سامي اهلا بيك يا ابونا انت وحشتيني قوي الله يخليك انا سامية مادام الاسيس الفريد ويليام سابيكر اهلا وساعلن اهلا بيك اهلا بيك يا ابونا انا في امريكا دلوقتي وفرحت قوي قوي لما شفتك على الشاشة وقد ايه حسيت بحنيا للشبع الروح للوطن وللشبع الروح يا ابونا لان انا شبعت روحيا كتير وصديكم واحنا مفتقدينك وربنا يبركك هنا وتكوني نور وملح وبركة الناس كتار قوي امين يا ابونا انا جيت هنا هجرة وفي اخر لحظة ريمون انت عارف ريمون ابني في اخر وقت في السفارة رحوا قالوا له سوري مش هنقدر علشان انت سنك 22 سنة فانت انا واسك ان انت عارف مشاعر الام في شكلها ايه فطبعا انا بصلي بدموع وبانكسار قدام ربنا وبقول له رب انت انت عارف قلب الام لان انت وانت عصليب انت كنت حاسس بقلب منتك فانا واسك انك شاعر بمشاعري فمن فضلك انا محتاجة صلاة قوي 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 ان ربنا يعمل مشيء تفنود وقرمون ابني ويجي هو قدم في الجامعة ان يجي يدرس ماجستير في الهندسة فانا محتاجة صلاة قوي قوي وانت عارف قد دي انا تجرحت كتير ومرت بظروف صعبة قد ايه لكن ربنا ما كانش سيئك لي هو صالح هو صالح ويعمل الصلاح كل الصلاح وانحنا هنرفع الامر ده قدام ربنا يا سامي ربنا هيتمجد امين وانت كنت وحشني قوي يا بول والله الله يخليك طالما بحبك قوي وربنا يباركك ويستخدمك بقوة مع كل اللي زي لان انا عارف التأدي كنت سبب تشجيع وفرحة ليا في الظروف الصعبة امين امين ربنا يباركك يا سامي وهنصلي الريمون ربنا معاك امين عزائل المشاهدين افكركم برقم التليفون 248-416-1300 اسيس سامح في مشكلة في موضوع التلمزة خلينا اقولها لك بصراحة ان احنا ضايعا مننا حتة الايدنتي بتاعتنا احنا مش عارفين احنا مين ففي مشكلة في بعض المكالمات اللي جات غياب الايدنتي غياب معرفة احنا مين ودورنا ايه في الحياة بتغير الاولويات عايزين نرجع نزبط الاولويات مرة تانية نعمل ايه يعني يعني بشغل كتير باجي بكلم بقى للناس اللي في نورت امريكا بنيجي وبنشغل وبندور على النجاح والانجاز وبننسى احنا مين ودورنا ايه ودعوتنا ايه افتكر كلمة الاولويات اللي انت قلتها دي هي التعبير المزبوط عدو الاهم هو المهم عدو the best is the good الشيء الكويس هو العدو بتاع الافضل فترتيب الاولويات اول ما بيتلخبط كل حاجة في حياتي بتتلخبط لما بنقول اولويات الحياة كانسان مؤمن ابني لله واحد علاقتي بربنا ده مصدر الطاقة مصدر الحياة كلها لو انا سحبت الفيشة من الكوبس اقطع الطيار فكل حاجة ضاعت لما بحتفظ ان علاقتي بربنا رقم واحد اتنين علاقتي بأسرتين الناس فاكرة رقم اتنين الخدمة لا 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 رقم اتنين عيلتي رقم اتنين عيلتي رقم تلاتة شغلي رقم اربعة الخدمة الناس ايه ده انت لاخبطتها كده اسيس فين الخدمة الخدمة رقم اربعة لما الشغل بياخد رقم واحد قبل ربنا وعيلتي حياتي مع ربنا وبيتي بينهاره لما الخدمة بتبقى قبل علاقتي بربنا وبيتي علاقتي بربنا وبيتي بتنهدم ما يعني انا مشغول في خدمة ربنا بس انا مشغول في خدمة ربنا عن ربنا واضحه ربنا مش عايز كده ربنا مش عايز كده ربنا عايز هو قاعد نقعد معاه زي مريم ومارسة. أنا قاعد بتكلم. مارسة ما تروحيتش تشتغلي. وأنا قاعد بتكلم. أنا بتكلم. تيجي تعودي معايا. وأنا هنا تعودي معايا. مش عايزك تعمليلي حاجة. بالضبط كده. في ناس يقولك. مريم هي الصح. قاعدة كده. لابدى عند رجالي ربنا وبتشتغلش. مين قال؟. ما ربنا عايزنا نشتغل. بس لما هو موجود. نعمل إيه؟. نركح. نعود. لما يخلص كلام. نعمل إيه؟. نروح نشتغل. فيه وقت للأعاد. وفيه وقت للشغل. الأولوية واحد علاقتي بربنا. اتنين بيتي. مراتي وأولادي. تلاتة الشغل. والشغل هنا مش بس لقمة العيش. الشغل خدمة. إحنا خدنا العمل كلقمة عيش. برتب فلوسي ومستقبل أولادي. لا الشغل مش بس كده. الشغل برتب دخلي من لا يعمل لا يأكل. مش كده. فأنا بعمل لأكل. لكن مش بس بعمل لأكل. أنا بعمل لأن دي دوري. الستيورتشيب. الوكالة اللي ربنا الدهاني. أني أكون نور وملح في العالم. الخدمة مش لجوة الكنيسة. الخدمة أنا في الشارع. وأنا في الناس. لو اشتغلت وفي شغلي أنا عايز أمجد ربنا. حلاقي ربنا في شغلي. وعمري شغلي مساعدها. حيخدني من ربنا أو من بيتي. لو شغلي محطوط في مكانه الصحيح. لما بدي العنوين المزبوطة للحاجات المزبوطة. الحياة بتستقيم. أول ما بغير العنوين. زي واحد غير عنوان بيته. من غير ما يعرف. مش هيروح البيت. مش هيروح. مش كده. آه يعني أنت حطيت على النافيجيشن بتاع العربية. عنوان غلط. العربية حدوديك فين؟ حدوديك فيه. هذا غلط. فديم. إحنا غيرنا العنوين. فتوهنا. أعتقد ناس كتير بتعاني من موضوع الأوليات. معنا نوال على التليفون تفضلي. أهلا بكي. نوال تفضلي. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير دكتور سامح موريس. أهلا وسهلا. والرب يباركك يا أخي دكتور سامح موريس. أنا أسمع كل خدماتك على قناة الكرمة والعرمية. وخصوصا وعظاتك في كنيسة قصر دوبارة. فدني يا دكتور سامح. أنا لما أسمع وعظاتك أنا أبكي. من كثر ما أتأثر بيها. والرب يوسع تقومك ويخليك إلنة دائما. وأنا عايزة أسألك يا دكتور سامح أنا وحدة من المؤمنات. لكن دائما تراودني أفكار الشريرة وأفكار السيئة والنميمة. ما أقدر أتخلص منها دكتور. ممكن تشرح لي وتوضح لي كيف أخلص منها دكتور. وأريد صلاة لأجل عائلتي وأهلي. أمين. أسي سامح ممكن ناخد كذا تليفون ونجاوب على بعض المرة واحدة. ونكتب الأسئلة. نكتب الأسئلة. نكتب الأسئلة. خليكي معنا. خليكي معنا. ناخد كذا سؤال ونجاوب مع بعض. عشان في كذا تليفون مستنينا. نهرين اتفضلي أهلا بيكي. نهرين اتفضلي أهلا. ألو. سلام المسيح معك أخذانا. ومعكي أهلا بيكي. أنا بدي أكلم مع الدكتور القص سامح موريس. أهلا وسهلا. سألو إذا ممكن. أهلا وسهلا. أبونا القص أنا عندي سؤال. كنت أكلم حضرتك مبارح في تلمذة تلاميذ المسيح كيف تكون تلاميذ المسيح وليوم ذكرت النقطة هي الانضباط. انا مشكلتي يا ابونا القسل انضباط مثلا انا بصلي بصلي يا رب اطيني القوة انه اصحى الصبح بكير واصلي ويعني انا كسلانة انا مشكلتي الكسل. بنام متأخرة وبصحى ببدل بروح للشغل بس يعني بدي اكون اصحى الصبح واقضي ساعة ساعتين اركع وصلي للرب ابي يومي معه قبل ما اروح اكدي بايشي. ومش اعرف يعني بصلي بالليل ومدى احس انه فيه تغيير ومش احسى يسويك. متهيالي ده اللي احنا كنا حالا بنقوله. انا بحتاج مساعدة. يعني لو انا ده رتم حياتي. مش بعرف اصحى الصبح. وبنام متأخر. وبالتالي مش حقدر اصحى الصبح بدري. فلا عارف اقابل ربنا بدري. ولا عارف اقابل ربنا متأخر. مظبوط كده? مش دين مشكلة؟ وبفضل اقول له رب ساعدني ساعدني ساعدني. انا مش محتاج ربنا هو اللي يساعدني في الموضوع ده. انا محتاج حد تاني يساعدني غير المنبأ. لو اتفقتي مع اختي ليكي. اختي ليكي في الايمان. وقلت لها كلميني كل يوم. اخت بتصحى الصبح بتاخد خلوتها الصبح. كلميني الساعة ستة ونص الصبح. وحنصلي مع بعض على التليفون لمدة خمس دقايق. بعدها حقوم اقرأ الكتاب. واكمل نص ساعة مع ربنا. وبعدين انزل للشغل. لو عملتي معاها كده لمدة اسبوع واحد. اسبوع واحد. تخيلي ان ده حيدوم ممكن مدى الحياة. في الحاجات اللي انا فيها مش قادر انضبط. محتاج شخص اخر يساعدني فيها لفترة زمنية. لغاية لما تتحول الى عادة في حياتي. ساعتها خلاص. انا مش محتاج العكاز. اقدر ارمي العكاز واجري لوحدي. معانا التليفونات نجات. اتفضلي اهلا بيكي. نجات. هلو. اهلا بيكي اتفضلي. مرحبا. مرحبا اهلا بيكي. طبعا يعني اسمي نجات. عاشت الاسمية نجات. اه طبعا يعني مسلمة بس 35 سنة. يعني بقرى الانجيل. وبروح للكنيسة وكل شيء. وطبعا ما اخلف. عندي الانبيب انسكرة وطلبت من يسوع المسيح. رحك للكنيسة طلبت انه يعطيني ولد. لان كان عندي ولد مريض. وعلى وجه مار. فطلبت من يسوع المسيح انه يعطيني ولد. والولد صحته كويسه. بعد ثلاثة سابيح حلمت انه انا حامل. وانه بولد. والولد صحته كويسه. وانه الولد معمد. حكاية الجوزي حكاية للناس. ما حتصدقني. استنيت 14 ونوص. رحت للدكتور حكاية لاني حامل بقيت حكاية ولد. جبت الولد فحاولت عمد الولد طبعا مسلمة. وين ما اروح بعمان يقولولي ما بيصير ما اعرف شئات. استنيت لما نجيت لامريكا عمدت ابني صار لي 6 اسابيع من عمدته هون بامريكا. مبروك. وهلأ ابني عمره 10 سنين. وطبعا حلمت انه يسوع المسيح عمد ابني حاصة هيك زي طشد ويقب عليه ماء وهيك يعني متوى عليه هيك ويحمم ابني. ثلاث مرات حلمت انه عمده يسوع المسيح بالمنام وانه حاضن يسوع المسيح حاضن ابني وابني كله ابو ناني طعبان ابو ناني راسي واجعني. نجيت خليني اسألك سؤال تاني. خليني اسألك سؤال انتي طلبت الرب لحياتك. انتي طلبت المسيح. مخلص شخص ليك. اه طلبت. وتعمدتي ولا لسه. اتعمدت بارلي خمس اشابيع ست اشابيع وعندي الشريط تبع التعمية اتعمدت بميسة كنيسة اسمها مش مهم يا لاجهات. مبروك ورب الله يباركك ويمل حياتك. وانت طلبتك عايزة طفل من الرب مش كده؟ اه اه او طلبت هاللي ابني عمر عشر سنين طبعا كانت اللي انا دي مسكرة عندي بس حبلت. واني كبيرة طبعا. امين. طب ده رب عمل معجزة. نشكر ربنا. ربنا عظيم. مرسيلي متخلطك اللي جات. اهلا بيك. اهلا بيك. مرسيلي رب معاك. اهلا بيك. عزقنا المشاهدين أحب أفكركم مرة تانية بأرقام القرمية. وفور ايت فور وان سيكس وان ثري زيرو زيرو. طب احنا عندنا سؤال من الأفكار الشريرة. اتفضل. احنا عندنا مكالمة ولا نقدر نرده عنها؟ لا نرده بعد الاخت المكالمات. اتمنى تكون لسه الأخت معانا عشان خاطر الفكرة دية. عايزة أشرح الفرق ما بين التجربة والسقوط. السيد المسيح نفسه جرب. لكنه انتصر. لم يسقط في التجربة. احنا مرد نفتكر. لما أجرب معناها أنا سقط. يعني أنا جات لي فكرة وحشة. يبقى أنا وحش وغلط. لا. التجربة أن تجي لي فكرة وحشة. قال أحدهم العبارة دي من ستهاش طول عمري. قال. ماقدرش أمنع الغراب أنه يحلق فوق رأسي. لكن أقدر أمنعه أن يعشش في رأسي. صح؟ الغراب يطير في وقية هو حر. السماء متاحة للكل. لكن أنه يحط عش فوق رأسي هنا ويبيض فوق رأسي. لا لا دي مسؤوليتي أنا الشخصية. أنك تهاجمي بأفكار وحشة. ما تعتبريش نفسك وقعتي. لما بتعتبري نفسك وقعتي لأنك هجمت بأفكار. ده إبليس بيسلب سلامك وبيضحك عليك. وحيفضل يهاجمك ويشعرك دايما بأنك اتهزمتي. لكن لما بتجي لي أفكار وحشة. وبطردها بنشها. زي ما بتعبير الغراب اللي احنا متكلم عنه دوت. وحقولي إزاي أنشي الأفكار ديت حالا دلوقتي. بخرج وأنا حاسني منتصر. فإبليس يبطل يلعب اللعبة السخيفة ديت. إنه هجمني بأفكار شريرة أو بمشاعر سلبية. زي الحزن أو إلى آخره. فلازم تفرقي بين التجربة وبين السقوط. لألا تخدعي من إبليس. حاجة تانية مهمة. إزاي أنشي الأفكار ديت. ده اللي شفناه المسيح. لما المسيح هوجي في البرية. عمل إيه؟ واجه الفكرة بفكرة. نشي الفكرة. طرد الفكرة بفكرة. لما لقى في الآخر إبليس هو اللي بيهجمه. عمل إيه الإبليس؟ انتهر إبليس. مش عايز أنتهر الفكرة. لا. عايز أواجه الفكرة بفكرة. فلما تجي لي أفكار نجاسة مثلا. الحل ليها الهروب. زي ما عمل يوسف. أهرب. أهرب بإمي أعمل رياضة. أجري. أتمشى. أهرب. أهرب بالظبط. فالنجاسة الحل ليها الهروب. محبة المال. الحل ليها هو الموت عن العالم. المسيح اللي بيصلب العالم ليه وأنا للعالم. لكل فكرة. في فكرة مقضادة لها. لما بدأي إبليس هو اللي بيهاجمني. بقف قدام إبليس باسم المسيح وأنتهره. فبيقول الكتاب قاوموا إبليس. يعمل إيه؟ يهرب منكم. ففرق ما بين التجربة والسقوط. لألا تخدعي. نشي الفكرة بآية من الكتاب. انتهر إبليس باسم المسيح. والرب يعطيك نصرة وغلبة. أمين. معنا ديفيد على التليفون. تفضل يا ديفيد. أهلا بيك. أهلا بيك. مرحب. وسال نور. أهلا بيك. تفضل. آآ باتكلم بخصوص موضوع التلماذة والفطور الروحي. تفضل. آآ أنا قابلت الراب من آآ 8 شهور. مبروك. آآ واتخذت الأسيس آآ آآ مرشد ليا. حصل الفطور جامد قوي قوي قوي. بالنسبة لآآ أني يعني كنتبقى بتكلم معها كل حاجة. ومتكلم معايا ما بقاش فيه برايفيت. يعني ما كيبا في العربية ومع ناس. أنا أتكلم في تلفون وأسمع الناس مع المواضيع بتاعتي. يعني مثلا أنا أتكلم معايا. تتكلم مع مين؟ مع الرب ومع نور شهروا. أتكلم مع الأسيس ومع حوالي ناس أو الراعي. فالناس بتسمع اللي هو بيقوله. آآ آآ أوكي. آآ آآ. لأتعصر بشخص. يعني شخص أساء استخدام الدور بتاعه. ده ما يحرمنيش من الرب ولا إيه؟. يعني ما عرفش يعني كانت تجربة صعبة. يعني مثل التلفون المحدود مثل في الكنيسة. أتصل بيه هو تلفون المدام. أي وقت أتصل هو تلفون المدام. خلال فحاضر حاجات كتير كده. وبعدين زي سور كنت بعتبر المرشد مرشد ليا. وبقول له مثل في حاجات بسمحة عنك فمأثر فيها. طبعا الواحد يسمح حاجات بأثر فيه. يقول لي عشان أستفد من النهر. أقول له أقول له. كيف مره اللي أنت بش بتحترمني. أنت بتقول لي كذا وكذا وكذا. أنت اللي شجعتني اللي أقول لك اللي بسمحة عنك. وطعنا العراق. انصحوا بإيه أسيسة. بيفيد اسمع الأسيسة انصحك بحاجة. تفكر. خليني أقول لك الكتاب قال لابد أن تأتي العصرات. صح؟ المسيح ما خدعناش. ما تحكش علينا. قال لابد أن تأتي العصرات. لكن المهم أنا مش عايز أحط نفسي في العصرات. بيعصر الآخر هو بيدفع تمن الحكاية دي. تأتي العصرات لكن ويلو اللي من تأتي بيه العصرات. لكن أنا مش عايز أفقد شبعي بالرب وأفقد حياتي مع ربنا. عشان واحد أساء التصرف. لأن دي حياتي أنا. أنا اللي حضيعها أو أنا اللي حستمتع بيها. أنا اللي حستسمرها لمجد الله أو أنا اللي حرميها للدنيا. فباختصار شديد جدا دور على مرشد آخر روحي. دور على أخ تاني يكون مثل وقدوة. تقدر تتعلم من حياته. مش بس من كلامه. المرشد مش قامة روحية. خلي بالك من حكاية. المرشد مش قامة روحية. المرشد قدوة ومثل. هتلاقي منهم موجودين. صدقني موجودين. وحتتصد مرة واثنين. ما تتخضش. لكن في الآخر هتلاقي مرشد روحي يقف جنبك ويشجعك ويطلقك في حياتك مع الرب. رب معاك يا ديفيد. وللألهولك الأسيس من فضلك اسمعه. وحنا هنصلي لك النهاردة. أرجوك ارجع تاني للرب بكل قلبك. وافتح بيتك للاجتماعات زي ما كنت عامل. أمين. أمين يا حبيب. رب معاك يا ديفيد. أعزقنا المشاهدين أفكركم مرة تاني برقم التليفون توفور ايت فور وان سيكس وان ثري زيرو زيرو. أسيس سمح بما إنك أسيس وراعي في السنين طويلة. ومثل فعلا للخدام والناس كتيرة قوي قوي من المخدومين. كيفية التعامل مع الرعاء اللي من النوعية دي أنا. أو الخدام اللي للأسف تتحكي لهم حاجات تبقى مشاعلة لكل. وما فيش احترام لمشاكل الناس. وحاجات نتعامل معهم إزاي. أنا بسمع الشكوى دي كتيراوي. مش قادر أسمع الوعز التحول. يعني بعد ما بتحصل المواقف دي. وبعدين يروح لكم يسألوه. إحنا مش قادرين نسمع الوعز. إزاي نفصل بنده وبنده أو نعمل إيه؟. زي ما قلت إنه كل إنسان عنده نقاط ضعفه. إذا تصورنا إنه في حد كامل ما عندهش نقاط ضعف. غير المسيح نبقى إحنا مخطئين. بس بعض الناس نقاط ضعفه مواضحة. زي ما يقول الكتاب. بعض الخطايا واضحة وبتجر الناس للقضاء. وبعضها خطايا الناس خفية. فطبع مشكلة ما بيكون خادم. وببليك فيجر يعني صورة معروفة. ويبقى نقاط ضعفه زي حاجة زي كده. زي إنه مش بيحتفظ بسر الناس اللي بيحكوه له. التعامل إنه أنا مش ده الشخص اللي أسمعه وأتعلم منه من عن المنبر. بس ما يكونش قائد شخصي الحياتي. مش ده موهبته. مش ده موهبته ولا ده ده ده. وأحطه في حجمه. الراجل ده بيعرف يتكلم كويس. بيعرف يعلم كويس. بيعرف يشح كويس. لكن مش بيعرف يعرع كويس. مش راعي. مش ده. مش ده ده. وممكن واحد ما بيعاصش خالص. بس راعي. بس راعي جميل جدا 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 جدا. وعندنا أمثلة عندنا منهم في الكنيسة. ناس مش منبريين. ومش وعاز ومش معلمين. لكن راعي جمال تلمزه أجيال. وصنعه أولاد مؤمنين هيلين. ولم يسمع أحد عنهم منبريا. إنه هم بيعازوا أو بيعلموا. فبليز فكرة إنه لكل واحد نقطة ضعفه. لما بتشوف النقطة ضيّت. وتتفاداها. بتقدر تستفاد منه. المسيح قال للتلاميس كده. قال لهم الكتب ورفيزي. اسمعوا لي بيقولوه. لكن ما تعملوش اللي هم بيعملوه. بيبقى فيها صعوبة شوية. بس موجودة. يعني ميزة الكتاب إن المسيح قال لنا. اللي حيحصل معنا وجهزنا ليه. بس إحنا مش بيقود بلنا منه. ديفيد. كلام واضح. كلام الأسيس. ارجع للعلاقة مع الله مرة تاني. ارجع للاجتماعات البيت. دور على راعي تحكي معاه أو قائد ليه. وما كنتش أسيسه بيوعظ. مش لازم يكون أسيسه بيوعظ. مش كل القص اللي بيوعظوا ينفعوا يعني بقوا روعة. معنا مجدي على التليفون. أهلا بيك يا مجدي تفضل. أهلا بيك يا سيسه سامح إزاي حضرتك. نشكر ربك. نشكر ربك. كل سنوات طيبين. بعود الأيام بخير عليكم جميعا. على العرامية وعلى الأمة العربية كلها. لا سيسه سامح مريس أنا أهلا. إزايك يا سيسه سامح. أهلا وسهلا. أهلا بيك أنا أتفكر أنا كنت أتقابلت معك مرة أو المرتين في بوستن. لكن العلاقة كانت أدا من كده بكتير. عشان إحنا كنا ساكين في العمارة بتاعة سنطم ومريس. هذا إحنا جران. أهلا وسهلا. إحنا جران خالص. وأنا كمان في الوقت أنا ابن عم نادي أمرت لأسيس منيس. أهلا وسهلا. وكمان دخلت سوسو سكر وكله يعني أنت يعني. كده خالص يعني. جران خالص. أهلا وسهلا بيك. عايز سيبنا. ياس 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 ياس. أحبك جدا جدا يا سيسه سامح. أحبك جدا جدا جدا. أشكرك. ربي باركك بارك حياتك يا رب. ربي معك. إزاي المدام والأولاد كويسين الحمد لله. كله بخير ربنا صالح صالح صالح. وآخر مرة شفت الدكتور اسكندر حبيب شفته قريب. اللي هو الفادر النوبة الأسيس أبو غزالة. اللي هو خال مراتك يا أخي. إيه دكتور؟ الدكتور اسكندر اللي كان من عمان. غالبا أسيس تاني بخير. دخلت في عائلة تانية لكن أهلاً وصحباً. أهلاً وصحباً. عشان أحوطك من كل ناحية. أهلاً. أنا عايز أسيب نمرتي في الكنترول روم. وأعاوز أطلب منك معروفة أنك في ظرف اليومين اللي أنت موجود فيهم. تكلمني برايفتلي لأنني عايز أتكلم معك في حاجات ما ينفعش التليفون. حاضر. هنتصل بك شخصياً. أهلاً بك. الرب معك يا ماجدي. ما تبانيهش يا أبن؟ إيه؟ أوكي. أشكرك جداً. أشكرك جداً. في الكنترول روم دي يوجد نمرتي. أوكي. تحت أمرك. أوكي يا ماجدي سيب رقمك والأسيس هيكلمك. أسيس سامح مش عايز وقت البرنامج بيجري والحوار معك ممتع. الله يجب ليه. تدينا حاجات عملية بجد. أنا مبسوط كمان للمشاهدين والأفكار الجميلة العملية المنطقية اللي تقنع أن الواحد يقدر يعيشها. مش الكلام للشعارات الكبيرة. مش عايز أضيع الفرصة دي واللقاء مع بعض. ونتكلم على مؤتمر الصلاة اللي جاي. عايز أعرف الرسالة اللي على قلبك جاية تقولها في طورنتو. للكنيس اللي من طواف مختلفة يمكن معنا يبقى أجانب كتير. إيه اللي على قلبك جاية تشاركوا بينا في مؤتمر الصلاة؟ المفتاح الكبير اللي أنا اتعلمته في حياتي هو تطلبونني فتجدونني. إيه تطلبونني بكل قلوبكم؟ أفتكر إيه دي القضية الكبيرة؟ إننا إحنا كتير بنطلب من ربنا. أكتر ما بنطلب ربنا نفسه. ودي الغلطة الكبيرة قوي. اللي بتخلين دايما أطفال في الصلاة وبنمل الصلاة بعد شوية. لأن ربنا بيبعاز يفطمنا وإحنا مش عايزين نتفطم. إحنا عايزين عطاياه. بينما ربنا عنده حاجة أكبر من عطاياه عندنا هو نفسه. زي ما بيقول دايما فيه ثلاث حاجات في الصلاة. بطلب منه، بطلبه، بطلب ليه. أغلب المؤمنين بيقفوا عند النقطة الأولانية دي أني بطلب منه. أنا عايز منك إديني، 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 إديني. بينما بيجي وقت ربنا بيقول لي طيب ما تكبر كده شوية وتجرب تطلبني أنا. فأوجد لك. وحتكتشف أني أنا أعظم من كل العطايا. وبعدين تكبر شوية كمان وتحبني بحق وحقيق بقى. وتطلب عشاني، تطلب عشاني، تطلب عشاني، تطلب عشان مجدي. تطلب عشان تغيير الناس اللي محيطين بيا. فترى يدي العظيمة الصانعة ببأس. على قد ما الكنيسة هتكترق وتصدق ربنا أنه يعلن نفسه بقوة. على قد ما ربنا مستعد يعمل كده. إحنا قادرين نشوف السنين اللي فاتت ديت. لما الكنيسة بتطلب لأجل ربنا. وتقول له من دي إيدك اصنع آياته عجايب. من دي إيدك افتقد شعبك شؤ السماوات وانزل. إحنا قادرين نشوف مئات الألاف الفترة الأخيرة ديت. بيتزاروا زيارات شخصية من ربنا. وربنا بيستعلن كما لم يستعلن لمئات السنين اللي فاتت. أعزقنا المشاهدين. وده اللي على قلبنا في تورونتو. المؤتمر سيبقى من 24 إلى 26 في تورونتو. في كنيسة بي فيو جلين. معروفة في ستيلز 300 ستيلز أفنيو. بتقدر تيجي وتقدر تتصل بالتليفون 416-800-3030. بتقدر تتكلم وتاخد الديريكشن والمعلومات كلها. نحب تكون تيجي تتحد معنا. ننتظر ربنا مع بعض. نيجي نصلي ونصرخ لربنا يمدي إيده. يمدي إيده لإخواتنا، يمدي إيده لينا، يمدي إيده للعرب اللي عايشين في نورث أمريكا ولبلدنا العربية يمدي إيده بالخير والرحمة والتغيير لبلدنا. إحنا هنيجي ننتظر الرب معا ونتحد في الصلاة معا ونصرخ ونركع قدام ربنا إنه يمدي إيده لشعوبنا وبلادنا والعرب اللي عايشين في نورث أمريكا أشجعك تيجي أشجعك حتى لو ساكن قريب من تورونتو أو في المدن المجورة أو في قطوة أو موريال أو في بافلو أو في ديترويد بنشجعك وكلكم تيجي ونيجي مع بعض نتحد ونتظر الرب معا في المؤتمر دو أسيس سامح كان في بعض الأسئلة وبعض طلبات الصلاة وحاجات كتير قوي إحنا تهيقليش نسينا نجاوب على أي سؤال غير يمكن واحد لا جاوبناهم كلهم في بعض طلبات الصلاة جاية كتير قوي أنا برضو أخليها في الآخر الكنترول روم جابت لنا أسماء كتيرة لكن عايز أسمع منك عن الصلاة شوية غير اللي ربنا مدهولك للمؤتمر واللي هيجرى الأيام اللي جاية في تورونتو الكنيسة في أسر الدبارة اختبرت قوة الصلاة وليها اختبارات كتيرة أنها صلت وانتظرت الرب في أمور محددة والرب فعلا مد إيده فيها نفسي نشجع المشاهدين بقوة وتأثير الصلاة لو تقدر تشاركنا ببعض الأمور قصة الكنيسة عندنا ارتبطت بحاجات كتير بس واحدة منها الصلاة كنت بعتبر الصلاة زي الترمومتر الكنيسة بتصلي كل الجو الروحي والحضور الإلهي والبركة والثمر بيعلى الكنيسة بتنعس في الصلاة كل حاجة بتنزل معها يعني زي مد وجزر كده بالظبط الصلاة بتعلى إيد ربنا ممدودة حضوره في الاجتماعات موجودة بشكل غريب جدا أنا أعرف قصص سجلتها اختبارات اختبار شاب من الشباب شاب مسيحي اسمن عاش حياته في الدنيا اشتغل في السياحة وعارفين السياحة معناها ايه وبعدين قرر يجي الكنيسة جاء الكنيسة فجاء في معات غلط يعني جاء بدري مش عارف فاكر الكنيسة ساعة ستة ونص جاء ستة ونص فالفريق بره واقف على المنبر بيستعده بيزبط الألات وبيزبط البتاع فقعد كده حط إيده على البنش قدامه فبيقول لي اتصوت جوايا بيقول لي أهلا يا عادل انت وحشتني فتخض كده وحس كأن حد بيكلمه ملقاش حد حواليه فاكتشف ان ده ربنا بيكلمه وبدموع قد حياته للمسيح قبل ان الاجتماع ببتدي فاحنا شفنا ناس بتتغير حياتها بتخش المكان بتخش المكان مجرد دخول المكان بتخش المكان أخت غير مسيحية قبلتني بعد الاجتماع مرة وقالتلي أنا كل ما يجيب هنا أنا بأشعر أنا بأشعر أنا حاسة ان ربنا أنا موجود ربنا موجود هنا انتوا بتعملوا ايه احنا بنطلب ربنا فالصلا بتقربنا بتنزل السماء علينا وبترفعنا للسماء الصلا صلا الصلا صلا اتصال انت بتحط الفيشة في الكوبس زي ما كنت بقول فالطيار الكهربية بيسري في الكنيسة وده اللي شفناه في الكنيسة الاولى وده اللي شفناه في الكنيسة الكورية وده اللي شفناه في كل ما فيش كنيسة انتعشت بدون ركب ساجدة وناس رفعة قلبها وعايزاك عايزاك عايزاك عايزينك يا رب عايزينك تعال شؤ السماوات وانزل أسكن وسطنا عيش وسطنا فإحنا شفنا لمسات إلهية مغيرة وشفنا كمان معجزات مادية هائلة واحدة من الحاجات اللي أنا كل ما ببص عليها بقول له رب أنا مش عارف أقولك إيه مشروع بيت الوادي دوت لربنا تحدانا بيه من سنوات قدانا قطعة أرض جرداء هدية 65 فدان وبعد قال لنا ابنوها فإنها تتحول إلى مصحة لعلاج المدمنين أكبر مصحة لعلاج المدمنين في العالم العربي أن تتحول إلى بيت زي بيت الوادي معجزة معجزة مقدرش أقول أنه منين ده كله غير ده إيد ربنا ده إيد ربنا أننا نرفع عادينا نقول له ده حكتك مد إيدك يمد إيده يمد إيده ويحقق مواعيده ونشوفه في العالم الروحي بيصنع آياته عجاي بغير حياة الناس بيترقل الناس بيزور الناس برؤى وبأحلام بيشفي مرضى بيطلق أسرة ونشوف ماديا كمان إيد ربنا في العالم المادي مش بس في العالم الروحي اللي يبان كأنه معنوي لكن على مستوى المادة ربنا بيتدخل كمان ليظهر أنه صانع العجائب العظام وحده أسي سامح في ملحوظة أو ظاهرة غريبة موجودة أفقر اجتماعات وأقل اجتماعات عددا ويمكن الناس بتحبش تروحها إلى اجتماعات الصلاة ده معنى أنه عاس نهاية كل شيء قد اقتربت فاصحوا للصلاوات فاصحوا واصحوا للصلاوات يعني لأن الصلاة أليلة معناه إحنا نايمين مش تلميز لأي حاجة تاني اليقظة لما بصحى أول حاجة بصحى لها هي أني أصلي أول حاجة لما بصحى أني بصلي فاجتماع الصلاة مليان معناه الكنيسة دي مستيقظة اجتماع الصلاة فاضي معناه الكنيسة دي نايمة سيسامح أنا معايا أحمد على التليفون وبعدين نرجع للصلاة أحمد أهلا بيك يا أحمد اتفضل أهلا وسهلا تفضلي أهلا وتفضل بصحى تصني أن أمي مريضة وأنا مريض حاضر أنت اسمك أحمد أه طيب يا أحمد أنا مريضة بريسلي أمي مريضة جالبها قلبها حاضر هنصليلها يا أحمد وانت صلي معنا في نهاية البرنامج أمين مسيحي شفيك يا أحمد وإيش في مامتك أمي جالبها جالبها يوجهها المسيح طبيب شافي يا أحمد وإحنا نصلي المسيحي المسها لامسة شفايا يا حبيبي أحمد استنى معنا في نهاية البرنامج هنصلي ونصلي عشان ماما ونصلي علشانك يا أحمد رب معاك أزقنا المشاهدين أفكركم مرة تانية برقم التليفون 248-416-1300 أسيسة المكالمة اللي فاتت فيه ملاحظة حتى اللي من خلفيات غير مسيحية بيصدقوا في صلاة الكنيسة وفي صلاة المؤمنين وإحنا المؤمنين موضوع الصلاة ده يعني مش واخد الدور بتاعه في حياتنا أنا أفكر من وقت إلي الفكرة بتاعت أنه الإله الذي يجيب بنار هو الرب الصلاة بتحول إيمان المسيحي إلى واقع إذا كان الله حي وموجود حيسمع الصلاة ولما يسمع يعمل إيه يسمع ويخفر ويصنع مش كده دي الصلاة بتاعت دانيال يا سيد اسمع يا سيد اخفر يا سيد اصنع مريض أحد بينكم يدعو الشيوخ الكنيسة يدهنوا بسيد صلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه إن كان قد فعل خطيئة تخفر له يسمع يخفر ويشفي ويبرئ فأنا أفتكر دي القضية لو أمننا بالصلاة حنشوف الإله الحي الذي يجيب بنار لو ما أمننش بالصلاة كأني بقول لربنا أنت مش موجود كأني بقول لربنا أنت مش موجود الصلاة بقول لربنا أنت موجود وأنت حي وأنت تقدر عدم الصلاة كأني بقوله أنت أسطورة أنت فكرة أنت مش إله حي يسمع ويستغيق سعاد أهلا بك يا سعاد معنا سعاد على الخط تفضلي أهلا يا سعاد تفضلي أهلا إزاي مساء الحياة وكل سنة وأنت طيبين وأنت طيبة إزايك يا دكتور يا دكتور سابع أهلا وسعلا أهلا بك يا سعاد أنا بنت خلتك أنا وجودي أهلا وسعلا أهلا بك أهلا وسعلا إحنا فرحانين أوي لما شفنا حضرتك أهلا وسعلا بك وحتى المدان برضو جداها أخو تيتا أهلا وسعلا بك يعني لك في الأرابة برضو أهلا وسعلا أهلا بك أهلا وسعلا أهلا وسعلا أماما وبابا الدكتور مريس كان حبيبنا خالق أهلا وسعلا بك بس يمكن من زمان ما شفناش بعد لكن بتشرف بتشرف بيك ومبسوط أسمع صوتك ساعيه بتشكرين أهلا وسعلا أهلا وسعلا أهلا معاك ربنا معاك ربنا معاك أهلا وسعلا أنه إحنا فرحانين أوي لما شفنا حضرتك أهلا وسعلا حضرتك بارك الليلة كلها كله تمام نشكر ربنا ربنا يديك الصحة ويبركة الله يخليك ويخليك لنا الله يخليك مرسي ربنا معك مشكلة الصلاة أسي السامح أنه إحنا مرات الناس يتعودت الصلاة دي هيدوس على زرار الاستجابات بتطلع فبيزهقوا بسرعة بس في مشكلة غياب أنه إحنا وإحنا بنصلي نبقى مصدقين في حاجتين أو في مفتاحين لازم ننسيقهم في قدنا نصدق حكمة ربنا أنه بيفهم أكتر مننا وهو أحكام مننا فيعرف يستجيب إمتى وما يستجيبش إمتى الناس عايزة تصلي فتستمتع باستجابة في الحال مفتاح التاني السلطان ننسدق أنه فيه سلطان إلهي أن ربنا يقدر يعمل أي حاجة فغياب المفتاحين دول وإحنا بنصلي بيخلينا مش عارفين نستمتع باستجاباته مش عارفين ننتظر الرب في تحقيق الاستجابات بتاعته خليني أضيف حتة تانية سامح أنا مافقك طبعا بس خليني أضيف حتة تانية أنا ذكرتها يمكن في النص التركيز الشديد أني عايز الحاجة اللي أنا بطلبها فعيني على الطلبة بتبوز الصلاة في الأول وأنا طفل بابا هاتلي مصاصة بابا هاتلي لعبة بيجيب مصاصة بيجيب لعبة لما أكبر وبقى شاب وبنقوله بابا هاتم مصاصة بابا مش عايزي بمصاصة لأنني بقيت عايز الحاجة اللي ربنا يجيبها لي وبقيت الحاجة دي بتمنعها بتمنعها بتمنعه عني باخدها بلعب بيها بعيد بعيد عنه لكن لما بيكون وأنا بصلعيني عليه أنا هايزك إنت أنا هايز حضورك أنا هايزك إنت يا رب أنا محتاج الشفاء أنا محتاج التعزية أنا محتاج فلوس أنا محتاج عدد أنا محتاج معونة بس أنا محتاجك إنت فوق كل احتياج عمر الطلبة دي ما بتخيب عمران ما بتخيب لأن ربنا بيأتي وبقابله ويا إما بيشفي يا إما بيديني نعمة لإحتمال المرض تجعلني آية للناس يعني واحدة زي جوني واحدة زي نك ده اللي من غير إيدين ورجلين آية للناس لما جاء مصر نك ده قلب الدنيا واحد من غير إيدين ورجلين وفرحانه ومبسوطه ومتعزي وأسعد واحد في الدنيا واللي عندهم إيدين ورجلين كلهم معوقين أكتر منه نفسيا فأنا أفتكر إن عناي على احتياجي ببوز الصلاة لو عناي على ربنا وعايزه هو فربنا بيجي ومرات بيجي ومعاه الاحتياج ومرات بيجي ومعاه حاجة تانية غير الاحتياج أنا ما طالبتهاش أعظم من الاحتياج ففي الآخر بيبقى دايما الصلاة مستجابة وللأفضل وبتتحقق إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة لكن لما أعيني على احتياجي ببقى حطت شروط لربنا وده ما يجيبش ما بتشتغلش إيمان أهلا بيك إيمان اتفضلي ألوه سلام الأسيس سامح موريس ممكن أن أسأله وأسألني سؤال طبعا نحن عايزين أسئلة أكتر منها أي حاجة تانية تفضلي إيمان من أور الشاشة الأسيس سامح والحمد لله بسلامتك من مصر أعلن وسهلا أسيس سامح عندي سؤال كنت بتقول حاجة لما يبقى فيه شهوة بيجرد من الشهوة لما بيكون فيه محبة المال بيموت عن العالم يعني إيه موت عن العالم عمليا يعني الواحد يعمل إيه يعني يموت عن محبة المال ده أحب سؤال لي ده يعني دستي على الخراج أو على الجرح أفتكر يعني المسيح تكلم في الموضوع ده كتير قوي وبولس تتكلم فيه كتير قوي وإحنا من كتر ما أن العالم واخد عينينا دلوقتي مش عايزين نسمع فيه ومش عايزين نتكلم فيه محبة المال محبة العالم محبة الأشياء إله هو إله هذا الضهر النهاردة الماتيريالزم المادية وده اللي بيقوله بولس في روميا عبدوا المخلوق دون الخالق المال اللي إحنا عملناه الأشياء اللي إحنا عملناها عبدناها بقت العربية والفلا والبيت واليخت والتخت والمش عارف إيه بقت دي الحاجات اللي إحنا عايشين عشانها مش بيدي الحاجات اللي إحنا بنستخدمها بقت دي اللي إحنا عايشين عشانها بقت آلهتنا والمسيح قال لا يقدر أحد أن يخدم سيدين يحب الواحد بص العبارة ويبغض الآخر يلتصق بالواحد ويحتقر الآخر فإذا أنا بحب الرب وبالتصق بالرب وبحتقر وببغض المال إزاي بقى ده في حد يبغض المال المال حلو يا جدعان بنشتري بكل حاجة مظبوط كده لكن هو بيقول يعني إيه أحتقر يعني أشوف المال ده ورقة ده حتة ورقة دي ورقة دي ورقة مطبوعة ورقة كده حطينا عليها بتاع ورقة فاكر اختبار أخت بعد ما تجددت حكت اختبارها وقالت أنا كنت مدمنة كوكا وربنا حررني وكنت بحب الفلوس وأول حاجة تغيرت في حياتي ابتديت أشوف الفلوس ورقة مجرد ورقة إزاي أعمل كده ده السؤال إزاي أعمل كده إزاي أعمل كده في قوة الصليب بولز قال لنا الحكاية دي كلمة الصليب عند الهالكين جهالة عندنا هي قوة الله قوة الله اللي فيها بالعالم بيموت بالنسبة لي وأنا بيموت بالنسبة للعالم بشوف في الصليب العالم مصلوب وبشوف في الصليب أنا مصلوب عن العالم بشوف الموت الحقيقي للأشياء الأشياء بتموت في عنايا وأنا بموت في عناها لما بشوف الحقيقة دي في الصليب يعني لو الآية دي أنا بس قلتها لروحي كل مرة وجمت بمحبة العالم ومحبة الأشياء حاشة لي أن أفتخر إلا بصليب ربا ياسوعا مسيه يعني مش هفتخر بنجاح ولا بمالي ولا بالله أنا لابسه ولا بالله أنا ركبه ولا بالله أنا بامتلكه حاشا لي أنا أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح ليه به صلب العالم لي وأنا للعالم اللي منذ البقرة كتاب هززني قوي 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 السيرة التفصيلية لحياة الأب متى المسكين يانها ربيض هذا الرجل إزاي مات عن العالم إزاي مات عن العالم مش يوم كل يوم أنا بموت عن العالم فصار أسطورة صار قصة حقيقية تحدي للبشرية عبقري اللي ما تروح الدير وتشوف اللي الراجل ده عمله والمكتبة اللي كتبها والإنجازات ده مش واحد استخبه في الأرض ده واحد صنع التاريخ إزاي إنه لم يحب العالم ولم يحب حياته في العالم لكن أحب ربنا لما بحب ربنا بستخدم الأشياء لما بحب الأشياء بستخدم ربنا وما أقدرش أعمل يحب الواحد ويبغض الآخر يلتصق بالواحد ويحتقر الآخر تحبي تحبي مين وتحتقري مين بس حطي المعادلة دي قدامي على طول حتقدر تخطي قرار سيسامح إحنا هنكمل باستماعات اللي فهناك كتير قوي فضل رانيا إزايك يا رانيا تفضلي مساء الخير مساء النور مساء الخير مساء النور أهلا بيك يا رانيا الحمد لله على سلامتك الله يسلم موجود معنا بأمريكا أهلا بيكي أستيس موضوع الصلاة موضوع كتير مهم خاص بكل المؤمنين وأظن هذا كتير موضوع مهم للكل في عندي سؤال ممكن شوي خاصة إلي بموضوع الصلاة يعني مش هتقدري معنا مؤتمر الصلاة؟ آي أريد أنا بعيدة عن كونكتير محتاج أصفر بالسيارة أنا في كاليفورنيا أشتريك أسترى وتعالي سهلة لو على حسابك يا مستد نفكر في الموضوع تفضلي يا راني السؤال هو إنه لما منصلي لموضوع خاصة لناس معينين بطلبوا صلاة بحس حالي قادري أسمع صوت الرب ودوح بالنسبة للموضوع الناس الثانية هايل صحيح بس لما أجي أصلي لموضوع بتاعنا أنا بقدر أسمع صوت الرب وده الصح أو بشك ده الصح ما ده اللي أنا كنت بقوله أوه أوكي خدت بالك لما قلت في ثلاث حاجات في الطلبة بطلب من ربنا لي بطلب ربنا بطلب لأجل ربنا مظبوط في ثلاث حاجات هنا دي السلمة الصغيرة اللي ربنا عايز يفطمني عنها وعايز يبطل بعد شوية يكلمني فيها اطلبوا ملكوت الله وبره لها ثلاثة هذه كلها هتعمل إيه على البيعة لما أنا أطول في الطلبة لروحي ربنا بيقول لي أنت بتعمل كده ليه تخيل أنت رايحة لأب غني جدا بيموت فيكي وتقول له بابا بليز عايز أجنيه أديني جنيه أموت على جنيه حيبصي لك حيقول لك مش مصدق روحي صح كده صح كده صح احنا بنعمل كده مع ربنا اللي أنا عايزه من ربنا ده بالنسبة له فكة مظبوط لما بقعد أطول فيه ربنا ما باش عارف يقول لي إيه يا حبيبي هذه كلها تزاد لك مش محتاج أصلا تعيط عشانها مش محتاج تسرخ من أجله ينصف الله مختاري الصارخين إليه نهارا وليلا من أجل احتياجاتهم الشخصية ولا من أجل ميراثهم في المسيح يمكن أن أسأل ما كانش واضحة أنا مش عم بقصد بس التلباطل بشكل عام اللي هي يا رب باركني لا لا أتكلم عن التلباطل الخاصة احتياجات الخاصة مش عم بحكي عن هدول بالضبط ممكن أحكي عن شغلات مثلا ممكن الواحد محتاج ياخد فيها قرار يا آ يا لا أو محتاج أرحل لا محتاج أبقى في هذا المكان كلمة عن اكتشاف مشيئة ربنا مش احتياجات بصدف بعض إرشاد يعني بطلب إرشاد من ربنا بتصلي وما فيش الإعلان تعمل إيه أفتك رأسي السامح خد حلقة كاملة مبارح في الموضوع ده صح حضرتها محضرتهاش مبارح لا أفتك لأ شان كانت بدري عن كده أكيد بقوا معنا خطوط كتير قوي السامح إحنا هنكلم في الموضوع ده تاني سمعي خطوط كتير قوي تفضلوا عفاف أهلا بيك يا عفاف تفضلي أهلا إزايك حلقة شتيت عامل إيه أهلا وسأهلا بيك يا عفاف أهلا نستطيع قوي أننا نشوفك وأتمنى أننا نشوفك في كاليفورنيا كمان إن شاء الله في يونيو حنكون في كاليفورنيا في مؤتمر فين في كاليفورنيا لو أعرف في كريستال كاتدرال حلوة خالص حسوفك لأني بفرحة كانت أول حلقة أسمحها من حلقات كنيسة المسيح رائعة رائعة ربنا يبركك صلوا للبرنامج دوت إن ربنا يعني ربنا مشجعنا بعدد هائل من المشاهدين بيتبحها في كل المنطقة العربية فإحنا متشجعين قوي بس صلوا إن ربنا يدينا قوة ونعمة نخلص البرنامج لغاية آخر نعم أمين أمين ربنا يبركك ويحافظ عليك وأنت حقيقي يعني بتجيب نفوس كتير للرب وربنا يبركك نحتاج منك صالة البنت حقيقي زي ما كانت السبت بتقول أغسطينة صليت من أجل عشرين سنة أنا بصلي لي أكثر عن ست سنين يبقى لسه نجري أمين أمين مش قدر أستنى عشرين سنة لا لا أمين هنصلي عفاف وفي آخر البرنامج لكل الطلبات معنا خطوط كتير قوي لولو تفضلي يا هلوم ساعة الخير عشان الوقت البرنامج فأنا عندي سؤال لك يا دكتور الأستيس سامح فضلي السؤال اللي قوي أنا عايز أعرف حدك فيني ولحد الصبح في ترونتو أتخدم في أنهي اجتماع سامح هو اللي عارفت هيبقى في كنيسة انجليزية ومن حد الصبح واحتمالي اسمها Unionville Alliance على سكستين وكيندي بين مكاون وكيندي وهيبقى موجودة تلات يام جمعة وسبت وحد بالليل في الأطمار الصلاة ويمكن شابل بليس لحد الصبح يعني غالبا هتطلع من كنيسة الكندي على شابل بليس كمان يعني تقريبا تقريبا إن شاء الله ناخد طيارة خاصة حضرتك بالطول اللي ملهوش كبير يشتريه كبير والملهوش كوتش لازم يبقى ليه كوتش طبعا نعمل إيه لو أحنا مش لقين كوتش أشتري حضور مش لقين حلاقي أنا مش بدور على قامة روحية أنا بدور على حد أكبر مني وأدي له حق في حياتي يسألني ويرجعني ويقول لي صح وغلط ويتابع معايا أمور محتاجة أتمرن فيها لغاية لما محتاجش العكاس ده واضحة الفكرة دي حد يكلمي كل يوم ويقول لي خدت خلوتك ولا لا ربنا قالك إيه حد يصلي معايا كل يوم لغاية لما تعود أصلي كل يوم وده ممكن أسبوعين وخلاص مش محتاج خطية أنا مهزومة فيها الشخص ده يقف جنبي أسبوعين ثلاثة لغاية لما أنتصر فيها فكرة الكوتش مش معناه قامة روحية كبيرة مسأل وقدوة ملوش نظير لأ حد سابقني أقدر أتعكز معاه لغاية لما رجلية تقدر تشلني أسيس معنا ترفناك كتير قوي وقد فاضل سبع دقايق فضل وإحنا مستمتعين بيك جدا بس هناخد كل الأسئلة مرة واحدة ونجاوبها في الآخر ونصلي وأنا حكتب مونة تفضلي أهلا بيكي أيوة اتفضلي يا مونة أنا اسمي مونة ميشيل أسيس سامح حمد الله على السلامة الله يسلمك أنا أخت مار جمرة نبيل من عشر دبارة أهلا بيكي أنت فكرني طبعا أنا مش هطول عشان الوقت لكن أنا بشكر ربنا جدا جدا أنه بعت لنا أخيرا أننا نتلمس بالطريقة دي لأن طبعا التلمسة زي ما أنت عارف من زمان جدا بالنازي بيها وأنا بخدم في كاليفورنيا في نفس الخط وعايز أطلب من حضرتك توضح لنا نقطتين مش مهمة حتى في الحلقة لكن في برامج بعد كده الفرق من أنه فيه ناس بتهتم بالصلاة جدا وبتسقط فكرة التعليم من التلمزة خالص وبيقولوا أن الروح الكدس يعلمنا كل شيء أي نعم الروح بيعلم والصلاة مهمة جدا لكن ما نقدرش أبدا نشيل رجل من رجلين الترابيزة وإلا حتوقع بحسب أعمال أتنين وأربعين فيه حاجات كتير جدا مهمة الأربع حاجات اللي لازم يكون فيهم الصلاة والشركة وكسر القمز والتعليم وقال يواظبون على التعليم قبل يواظبون على الصلاة مظبوط والحاجة التانية الحاجة التانية بسرعة جدا نقطة موت الزاتي أسيس سامح بدون قداسة لا يستطيع أحد أن يرى الله إن ما كناش نخلص مرحلة التلمازة والتعليم ونخش بسرعة على اللي قاله بولوس لا أحيي أنا بل المسيحي يحيى فيك فالوقت مقصر وممكن نتسرق ناس كتير جدا بتاخد الخلاص والتلمازة ومش بتعيش وبتفضل وعفة على الباب لكن الله عنده أعمال كتير جدا أنت هنوصل محتاجين جدا تكلمونا عن موت الزات وعن إزاي المسيح يحيى فيها وإزاي أقرح العالم وده عمليا وده جزء كبير من برامج التلمازة في مدرس المسيح فيه فصل كامل عن الحكاية فصل كامل يعني حوالي عشر حلقات بنتكلم بس عن القضية دي أنا بأكر ربنا أن أنت موجود تأيد الخط اللي احنا ماشيين فيه عشان ناس كتير جدا تستابت مونا معنا تلمفلات كتيرة والأسيس هيرود على كل الكلام دوان في حلقات كتير مرسي ستيفني تفضلي أهلا بيكي هاي, how are you? fine, thanks good I just wanted you to pray for me because I registered actually I applied to a college earlier this year and then I was denied so I'm appealing this Friday so I would like a little bit prayer maybe I could get accepted because a lot of people are trying to apply to that university also and they're appealing also so hopefully you know if we pray I can get in and I would like a prayer for my grandma because she's not feeling well and I would like a prayer also to my family and hopefully everybody will be safe and you are saved yourself are you? yeah good yeah, good thank God thank you thank you سي سامح استمتعنا جدا يعني بالحوار معاك والوجود معاك بجد والإجابات فعلا اللي تساعد الناس مش الكلام الحلو واللي طيب خطرهم لدقيقتين وبعد كده ما قدروش يعيشوا الحياة المسيحية وأنا بشكر ربنا على مدرسة المسيح فعلا وواضح تأثيرها في حياة الناس وصلي أن ربنا يستخدمها على نطاق واسع وقرأي بتبقى على شاشة الأرامية معانا ثلاث دقائق رسالة تقولها لمشاهدين الأرامية وهنختم بالصلاة يعني بعبر عن سروري إن أنا موجود النهاردة على شاشة الشمال 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 أمريكا الولايات المتحدة وكندا وبوجه رسالة إنه الكنيسة ليها دور في تاريخ الأمم كتير من المهاجرين انسحبوا من الحياة لأنهم خرجوا من وطنهم عايشين كأنهم ملهمش دعوة بالمجتمع اللي هم موجودين فيه بينما أفتكر ربنا بيدعونا إنه في كل مكان نوجد فيه إحنا نكون نور وملح وإلا ملناش لازمة أنت مش موجود هنا لحياة أفضل ماديا أنت موجود هنا عشان تكون نور وملح للمنطقة دي تأثير نورث أمريكا على العالم تأثير هائل وكان لفترات طويلة تأثير إيجابي ومش عايزين يتحول فيهم من الأيام إلى تأثير سلبي وده دور الكنيسة الكنيسة هي الرائدة اللي تقود المجتمع عشان تكون إيجابية خلاقة بناء صانعة صانعة سلام عشان كده مرة تانية أنا مبسوط أني أكون موجود معاكم في الأيام دي صلوا معنا لأجل المؤتمر بتاع الصلاة ده أن يكون شرارة وانطلاق يوحد الكنيسة بطواقفها المختلفة تيجي قدام الرب كعروس واحدة عايزة مجد سيدها مش عايزة ولا حاجة تانية من الدنيا دي ولما ربنا بيشرق ممجده هذه كلها تزاد ربنا عنده حاجات كتير قوي على البيعة إحنا طالبين اللي على البيعة مش طالبين لب الموضوع نفسه وأفتكر عندنا حاجات كتير قوي طلبات شخصية عايزين نحطها قدام ربنا في نهاية برنامجنا دي ونرفعها قدام عرش النهو قبل ما نصلي أسيس سامح أنا عايزة اعتذر لكل المشاهدين اللي ما قدرناش ناخد تليفوناتهم إحنا بنعتذر لأن وقت البرنامج خلص لكن زي ما قال الأسيس شاركوا معنا بالصلاة لو مش تقدر تيجي مؤتمر الصلاة خلونا ننتظر الرب معا ونطلب الرب مش هنطلب أشياء في المؤتمر ده مش هنطلب باركني وغيرني وجوزني مش هنطلب الحاجات إحنا جايين نطلب الرب يتراء لنا في الأيام دي الإعلان هيجي بعد ما ينتهي البرنامج الإعلان بتاع مؤتمر الصلاة من فضلك خد العنوان وخد رقم التليفون واتصل بنا واعرف الديريكشن ونتمنى تكون معنا وتكوني معنا في مؤتمر الصلاة ده مرة تانية أسيس سامح احنا بنشكرك من أجل اللقاء الرائع ووقت الجميل اللي قدناه معاك نفسي تختم لنا بالصلاة في تلبات كتير قوي دون أوراق كتير يعني في حد توفى صلاة من أجل عائلة فقدت الولدة قبل ساعات قليلة تصلي التعزية في ناس مريضة كتير بالكبد وبالقلب وبالرجلين في ناس عايزة صلاة من أجل الفطور الروحي ومن أجل أولادهم فلو ترفع علينا كل التلبات دي أسيس سامح الكتير اللي جات في حد في قضية متعثر في قضية بيصلي أنه هيتم فيها الحكم قريب نصلي كمان عشان القرامية الرب يستخدمها خلينا تحط الورق ده كله كده وخلينا نحط إيدينا علي انت أب صالح يا رب من جيلك بدلة البنين زي ما انت علمتنا يا أبا يا بابا محبتك منهاش حدود ورحمتك منهاش حدود احنا مش جيين بنشحد احنا جيين أولاد عارفين انك مش قاضي ظالم بالعكس بالعكس انت صالح وإلى الأبد رحمتك وإلى دور فدور أمانتك انت مش مش حاسس بينا انت مجرف في كل شيء مثلنا معد الخطيين وخطيانا حملتها وأوجاعنا تحملتها عشان تكون لنا شفيع ورئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا بنجيلك بضعفاتنا بنجيلك بأوجاعنا بنجيلك بأحزحنا بنجيلك بمخاوفنا بنجيلك باحتياجاتنا يا عرب بنجيلك بأولادنا وابناتنا اللي ضلوا الطريق بنجيلك بأمراضنا اللي عاجز الطب أمامها واقف يقول مش قادر ليه كلمة أعظم وليه كلمة أكبر أنت تنتهر المرض بكلمة شفاتيك يا رب أنت تأمر بالشفاء أنت تأمر بالتعزية أنت تأمر يا رب بسحابة المجد اللي تغطي عبيدك اللي جم أمامك رفعين صلواتهم واحتياجاتهم رفعين قلوبهم ونفسهم قدامك يا رب بص للناس اللي قدامنا النهاردة على الشاشة دي وإلمس أنت بإيدك القلوب والنفوس والأرواح والأجساد يا رب إلمس الأزهان والعيون لتبصر وترى وتسمع وتحس يا رب إلمس الضعف يتحول قوة إلمس يا رب الجراح فتشفى في هذه اللحظات يا رب عبدك يا رب أحمد بصورة خاصة يا رب مرضه مرض والدته اتمجد أنت يا ابن الله مجد إيدك بآيات وعجائب مجد إيدك يا سيدنا الرب أنت المخلص وأنت أيضا الشافي نؤمن بيك يا رب نؤمن بصليبك نؤمن بدمك يا رب الذي يخفر والذي يطهر والذي يبرئ أنت بجلدتك شفينا إحنا وإحنا بنضع عليك خطيائنا لتغفرها وبنضع عليك أمراضنا وأوجاعنا لتحملها وأحزننا لتعزينا فيها ويكون فرحنا كامل اسمع لصراخ ولادك وبناتك يا رب في هذه الليلة وتمجد يا ابن الله في شفاعة المبارك الوحيد يسوع المسيح لك المجد والكرامة والقدرة والعظمة والسلطان آمين آمين ساعدنا بالوجود معك أسيس سامح أعزائي المشاهدين ساعدنا بالوجود معكم والرب معكم ساعدنا بالوجود معك أسيس 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 ساعدنا بالوجود معك أسيس